اشتركوا في القناة 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 اللي عنده كل فرق وبتنافس ولكن في الاندية الاخرى مع كل التقدير والاحترام طبعا بيبقى عنده لعبة اتنين بتنافس على الاكثر مفيش اكتر من كده فالنادي الاهلي النهاردة حصلت تسعتاشر بطولة يعني ممكن سريعا استعرضها مع حضراتكم يعني يعني ليه بنقول كده عشان دايما نتذكر الانجاز السنوات دايما نحتفل به ودايما احنا قناة النادي الاهلي دايما نحط جمهور النادي الاهلي في هذه الانجازات اول حاجة نتكلم عن الكرة الطائرة الكرة الطائرة رجال اربع بطولات دوري وكأس بطولة افريقيا وسوبر مصر يدور اربع بطولات كرة طائرة رجال هنخش على السيدات تلات بطولات نفس الرجال ولكن باستثناء بس بطولة افريقيا نخش على كرة اليد رجال اربع بطولات افريقيا ابطال الدوري عندك السوبر المصري عندك السوبر الافريقي ونهاية الاسبوع اللي فات كان الدوري المصري ده رجال اربع رجال اتنين سيدات في كرة اليد دي سيدات دوري وكأس يبقى كده ستة ومعنا سبعة تلاتاشر كرة الطائرة يبقى كده ستة وسبعة تلاتاشر هنخش بقى على كرة السلة كرة السلة عندك السوبر المصري فاس بيه السيدات دوري وكأس ادي تلاتة وتلاتة وتلاتة يبقى تلاتة وتلاتاشر ستاشر سبعتاشر بطولة احنا قلنا 13 و 13 و 16 حلو الكلام نخش على فريق الرجال لكرة السلة عندنا فريق دوري المرتبط عندنا السوبر المصري ولسه فيه بطولة اخيرة ان شاء الله السوبر المصري هتتلاعب بداياتها من يوم الجمعة القادمة وخلينا اقول لكم ليه الجمعة القادمة اذا انت احنا النهاردة بنتكلم على 19 بطولة حققتها فرق النادي طب هنضيف عليهم النهاردة بـ 30 جداد هنحط الضوء عليهم كمان الدوري والكأس في كرة الماء بعد غياب سنوات طويلة اول مرة نجمع بين الدوري والكأس الدوري والكأس في كرة الماء بقى بنتكلم النهاردة على 21 بطولة انا ما كلمتش عن تنس الطاولة لسه ما كلمتش عن ألعاب كتيرة جدا مسكواش ما كلمتش عن ألعاب دي انا اتكلمت بس عن ألعاب الجماعية فقط اللي هو النادي الأهلي واللي استطاعني يفوز بيها بالاضافة لكرة الماء احنا النهاردة بنتكلم على 21 بطولة انجاز كبير ولبن مناسبة ده الانجاز الثاني على التوالي السنة التانية سنة الفتكة نفس الكلام وتفتكروا الحلقة الاستوريال اللي اتعاملت في وجود كابتن خادر العوضي الكابتن اسلام الشاطر طبعا في ضيافة الكابتن اسلام الشاطر وحضركم شوفت اللي استوديو كان ما فيش مكان والله وإحنا بنروس الكوس ما كانش فيه مكان للكوس حقيقة يعني ده الموسم التاني وان شاء الله السنة دي برضو هتشوفوا المنظر الله أكبر يعني لو فرشنا الكوس والمديليات اللي موجودة فرق النادي النهاردة للفرق الجماعية وأنجزاتها طبعا عندنا بطولة واحدة فضلة بطولة واحدة فضلة ممكن نوصل لعدد 22 بطولة بكرة الماء ايه البطولة اللي فضلة وهي كرة السلة او السوبر المصري لكرة السلة السوبر المصري كان مفهود هتلعب يوم 6 8 10 12 14 5 مباريات اللي هتلعب وكانوا في ملعب وتنقلوا على ملعب تاني يعني ما علينا النادي الاهلي يعني هلعب في اي ملعب المهم من الحكام أجانب انا لعب معك في اي حتة بس هتلي حكام أجانب تمام طيب هل يعقل ان لجنة المسابقات تحط المطشاط ومش عارف ايه اللي في استاد القاهرة دي كانت يعني موضوع غريب جدا جدا يعني النهاردة يعني لما تم الاعلان عن مباريات 6 و 8 حضراتكم عارفين ان في مباريتين يوم 6 و 8 في استاد القاهرة في نفس المكان اللي هتلاقي فيه السوبر وهما تصفيات منتخب مصر الكبير تصفيات او الجولة التانية للتصفيات في كأس العالم منتخب مصر هيبقى في الاستاد هيبقى فيه بتاع 60-70 ألف متفرج موجودين يعني اكتشفنا فجأة ان 6 و 8 جيل مناسبين وجيل التحاد راح مغير المطشاط خلاها 7 و 9 دي موضوع يعني موضوع يعني يعني انا رأيي انا مفروض يعني لازم يحصل فيه حساب كبير اللي اختار المواعد دي طب ازاي يعني النهار دا انت بتختار ملعب بتبقى دارس ده يعني ده حتى احنا يعني كفريق عمل البرنامج كنا بنتكلم اول ما تحط المعاد وتغير المكان قلني انا هربية ده فيه مطشاط منتخب مصر الموضوع ده فات على الاتحاد ولجنة المسابقات اللي هي فين مكانها جوه استاد القاهرة يعني بالمناسبة اتحاد السلة ولجنة المسابقات مقرها ولجنة الحكام مقرها فين في مبنى الاتحادات جوه استاد القاهرة فالنهار دا هل لجنة المسابقات يعني وانا بكني اليوم كل الاحترام والمجلس ما عندناش اي مشكلة مجلس دارة الاتحاد ولكن ازاي يا جماعة فالنهار دا انت غرحت مغير المطش ومغير اليوم طب مهم يعني ازاي نحط المطشاط وانا مش عارف معادها فطبعا هو ده السبب اللي حصل نقل المبريات ان هم حطوا ستة وتمانية وكان انت على مجمع الدكتور حسن مصطفى ما كانش بيه مشكلة انت بتلعب بعيد في ستة اكتوبة لما تنقلت وبقت في استاد القاهرة قالك ستة وتمانية برضه واعلنوا كده قالك اه افتقارنا معلش ده مطشاطك منتخب مصر في نفس المعاد طب نخليها سبعة وتسعة حاجة يعني الصراحة صعبة جدا المهم النهاردة حصل امر يعني جميل جدا وده المتبع دائما في النادي الاهلي وخلينا اقول ان كابتل محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي الاهلي دايما دايما بيحب يكرم فرقه كاسبانة وجود كابتل محمود الخطيب مش بس في فترات المكسب لا خالص انا بتكلم كمان على كابتل محمود الخطيب الرمز والقدوة كان بيبقى موجود ايضا في اللحظات الصعبة الفرق لما بتخسر او بيحصلها هزة بيجتمع بيهم وبيعرف اسباب ايه بتدي يسأل وجيب النشاط الرياضي يعني كابتل محمود الخطيب مش متواجد بس في وقت المكسب والفرح لا خالص بالعكس ده كابتل محمود الخطيب لما يقول لك انا فيه تكريم اعرف ان انت فيه مسئولية عليك النهاردة ان كابتل محمود الخطيب هيطلب منك ان انت تقفل صفحة الماضي وتتكلم في اللي جاي هيكلمك في المستقبل كابتل محمود الخطيب النهاردة في لمحة كبيرة جدا الحقيقة ويعني من الكابتل محمود وما شغلتش مشغلتوش افراح بطولة افريقيا اللي مدالت مستمرة حتى الان وكرم فريق كرة اليد رجال وسيدات طب كرمهم لي عشان نتيجهم زي ما كنت بتكلم دلوقتي طب نقول السيدات نبتدي بتكريم الليدس فيرس دم نقوله دايما تكريم فريق كرة اليد السيدات مجلس ادارة النادي الاهل برئاسة كابتل محمود الخطيب كان حريص على تكريم الفريق الاول لسيدات كرة اليد بعد النجاحات اللي حقاها الفريق في الموسم الحالي والفوز ببطولتي الدوري والكأس برونزي كأس الكؤوس الافريقية وكأس السوبر الافريقي برضو البرونزية واكد كابتل محمود الخطيب اعتزازه بما قدمه الفريق خلال الموسم المنقضي وان مجلس الادارة كان حريصا على توفير كل ما يمكن لتحقيق افضل الانجازات واشار الى انه طلب من خالد العودي طبعا مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي ضرورة التجهيز والاعداد مبكرا للموسم القادم شفته يعني الموسم اللي جاي فلما النهاردة مكاد محمود الخطيب يقولك تكريم ما تفرحش اول انت دي مسئولية لازم تكون قده منعداد مبكرا للموسم القادم الفوز بكل البطلات سواء المحلية والقرية والوصول الى منافسات العالمية واشهد رئيس النادي كابتل محمود الخطيب بنجاح اللاعبات في الحفاظ على الدور والكأس وتحقيق الفوز في 30 مباراة على التوالي بدون هزيمة وعرب على التقدير للجهاز الفني والإداري والطبي على دوره خلال الفترة الماضية وشهد رئيس النادي في ختام حديثه على ان مجلس ادارة النادي الاهلي ينتظر الكثير من الجهاز الفني واللعبات خلال الموسم المقبل مؤكدا على ثقته الكبيرة في كافة عناصر منظومة الفريق تحليها بشخصية الاهلي التي تكون حاضرة دائما أبدا في كل المواقف خلينا نسمع كلمة كابتل الحمد الخطيب في تكريم فريق السيدات لكرة اليد النهاردة وارجع لحضر الكتير الحقيقة مع نهاية كل موسم وليبقى فيه دائما سعادة فإن احنا بنلتق معضاء واحنا فايزين واحنا محققين شيء طيب لمدينة وكمان في تاريخ كل واحدة في كل لعبة بتكسب ده يضاف للنادي ويضاف لتاريخ كنتم كما بعد ان شاء الله ما تكبروا كده في السن وتكون عديد مكاننا هتفتكروا الأيام ديت وتفتكروا من أنتو يعني حققتوا مرد كويس أو تاريخ كويس لكن النجاحات المجودة بجهاز فني على مستوى عالي وانطموعة لعيبة برضو على مستوى عالي وروح طيبة بين الجميع أعتقد أن ده من أهم أسباب النجاح نحن كماجر صدار المفروض أن احنا مهمتنا أن احنا نوفر لكم كل الإمكانيات اللي من خلالها ممكن تحققوا بطلوب منهم طلبت الحقيقة من أستاذ خالد العودي وبعليم الكابتن خالد العودي علشان أعرف مسائلتنا السنة دي هيتعاملة إزاي يعني المرخص أنا طبعا أعرف ده بس أنا تلطعش أنا بشايفها أداني أنتو السنة دي كان عندكم المفروض لعبته خمس بطلوب كسبنا الحمد لله دوري أكثر لكاس وكاس السوبر لأفريق 3 نتالت بطولة أفريق بطولة أفريق اللي عندها بطولة كاس 3 نتالت بطولة أفريق اللي عندها بطولة دورة لعنى رابع مش عايزة أقول زي ما بعض الناس قلل ده كده كويس كده مش كويس بنسبة لنحنا كنادي أفريق وكتموح اللي احنا نحب اللي احنا نشوفه فيه إنداز الأفريق شيء طيب وشيء كويس ان احنا ناخد بطولة المطولات المحلية واخدينها يعني كذا سنة واربعة ده شيء طيب جد عايزين نوصل نفكر بقى رئيس لله في البطولات ومشاركات العالمية مش عايزين أبدا نحنا نقل مش عايزين أبدا نروحنا نقل والتوافع اللي احنا بنتميز بها كنادي الأهلي واللغو اللي انتم لابسينه ده هي ده شخصية الأهلي شخصية الأهلي بننسى الكلام انتم حطينه دوت بننسى خلاص الفكرة في اللجاء ده عشان تستمر وعشان بلغو تكتبوا تاريخ لناديكم وليكم ده عمر مهم زي ما حضراتكم شفتوا يعني كابتل محمود الخطيب آه بيكرمك آه بيدي لك حقك من مجهودك ولكن النهاردة انت فيه كشف حساب دايما انت انت لعب تقديك سيب تقديه نادري دايما بدوره على المكسب فالنهاردة دايما كابتل محمود الخطيب ودي الحقيقة يعني اتنقلت لكل المنظومة والنادي الأهلي اللي بتي داتها من كرة القدم لكل الألعاب انت النهاردة مطالب ان انت تبزي الجهد أكتر مطالب ان انت خدت بطولة تبقى بطولتين شاركت في الخمسة عايز اخد أول في الخمسة فالنهاردة النادي الأهلي عمره ما هيوصل لده لأنه دايما يعني بيدور على الكمال النادي الأهلي بيدور انه يبقى دايما كل بطولاته بيأخذها ولكن عمر ما نادي الأهلي هيوصل لده إلا بدا إلا بكده إيه هو كده أننا دايما ندور على الأحسن يعني عندي دافع تحدى نفسي مش معنى كده أننا أقرب المنافسين واخد بطولة واحدة أننا خلاص أنا واخد 19 بطولة بقى طب ما أنا وعمل إنجاز كبير لا تعالى الإنجاز الحقيقي أنت لعيد شاركت في قد إيه وخدت قد إيه محتاجين منك إيه السنة الجاية التحدي هنا بابقاش تحدي مع الفرق قدمها هو تحدي مع نفسك إحساسك بالمسؤولية أن النهاردة فيه إمكانيات كبيرة جدا النادي الأهلي موفرها لك الإمكانيات دي لازم يكون لها مرضود طب كل ده بيحصل ليه؟ عشان في الآخر إسعاد جماهير النادي الأهلي اللي إحنا الحقيقة كلنا شغالين في المنظومة دي أو بنكتهت في المنظومة دي عشان النادي الأهلي وجماهيره خلينا نشوف تاني لقاءتنا مع اللاعبات النهاردة وكاميرا الإبطال قالوا إيه بعد كلمة الكابتن محمود الخطيب ورجال حضر الكتاب طبعا يعني الدعم اللي بلاقيه دايما من مجلس إدارة برأس كابتن محمود الخطيب يعني دعمش جديد علينا احنا كل سنة يمكن بيبقى لنا مرة أو اتنين كابتن محمود بيجي لنا ويدعمنا دايما مشاركتنا الأفريقية المستمرة لثالث بطولة على التوالي دي الأول مرة تحصل في النادي الأهلي لفريق السيدات كان دايما الأهلي بيشترك على فترات متبعدة والبطولات اللي بتقوية الأهلي منظمة بس لكان السنة دي احنا سفرنا الكنغو سفرنا الجزائر قربنا شوية لكن طبعا أنا عارف اللي حصل أو المركز السادس دا مش ده ترجت بتاعنا أو ترجت النادي الأهلي طبعا نحن دايما مننعب البطولات بنحاول نقرب فرق أنجولة متسيدة أفريقية بقى لفترة طولة جدا النادي الأهلي كان أحسن مركز بيحقق أو المركز السادس أو السابع الحمد لله ربما يكسبنا كل الفرق باستثناء فرق أنجولا بنحاول ونقاطل أن نقرب اليوم شوية البطولة الأخيرة اللي كانت في الجزائر سواء السوبة الأفريق ودي الأول مرة برضو النادي الأهلي يشارك فيها وبطولة أفريقيا للكؤوس كنا قريبين جدا جوا المباراة فيه 3-4 داقة أو 5 داقة كده بيحصل فيهم دروب شوية للفرقة دي نتيجة خبرات أنا طبعا الفريق بتاعي معظمه صغير السن بنعتمد على الناشئات محليا للمسم التاني على التوالي الحمد لله بناخد كل البطولات المحلية المسم الفاتحة أنا إنجاز جديد بفضل ربنا كسبنا كل المرورات بدون أي هزيمة والله في الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله طبعا التكريم ده من كبل كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة ده حاجة طبعا بتحميل المسؤولية أكتر اللي احنا لازم ربنا يكرمنا والحمد لله أن برضك مجلس الإدارة وقف مع كل جمال فرق الألعاب الجماعية في البسكت والفولي والحندجول ولاد وبنات الحمد لله وكون إن شاء الله أد المسؤولية وزي ما أقولك قالي كابتن ماردك كلما بالعملية بتصعب عليك إنه بيصعب فرق بتجاهزك الحمد لله للفترة اللي فاتت كانت من بطلتين ربنا وفانا في السنة الجاية إن شاء الله بإذن الله أول حاجة نحب أن نشكر مجلس الإدارة على التكريم ده ونشكرهم على دعمهم لينا تول السيزن الحمد لله يعني ما فيش أي حاجة مجلس الإدارة بتأخر عينا فيها أو نشاط رياضي وكابتن خالد وأشكر جاذب فني طبعا جدا على الدور يعني العظيم اللي أمو بي معينا السنة دي يعني التكريم ده حاجة مهمة جدا معنوية لينا أكيد بعد المسم صعب وطويل وحققنا فيه التارجت وإن شاء الله يعني السنين الجاية تبقى أحسن على المستوى الأفريقي فتصراحة المجلس إدارة بيدعمنا في توقت السيزن مش من تكريم في الآخر بس وبيدعمنا من أول السيزن لأخره فده حاجة معنوية مهمة قويين بصراحة طبعا إحنا مفشتين قوي من التكريم ده التكريم ده بالنسبة لنا حاجة كبيرة قوي معنويا وبيخلينا إن إحنا نبقى نطمح أكتر إن إحنا السيزن الجاية نأمل حاجة أحسن من اللي إحنا عملناه إن شاء الله هو إحنا أكيد كل السيزن في بدايته بنشوف الأخطاء بتاعة السيزن القابل ونشتغل عليها عشان ما نكررهاش فده بيبان فأداء أنا يعني ده جاي من شغل جهاز الفني طبعا تتعبين معنا في الموضوع ده جدا وطبعا تكتل محمود الخطيب يعني دعمنا بالموضوع ده وقال لنا ننكز به أكتر إن شاء الله وإن شاء الله نحق أفريكيا زي ما هو عايز السنة جاية إن شاء الله إحنا الأول التكريم النهاردة كان بدينا دفع يعني إن إحنا نقدم أكتر حاجة عندنا بدينا دفع معنوية بنشكر المجلس الإدارة وكابتن الخطيب التكريم لنا السيزن السنة دي الحمد لله قدنا فيه أحسن حاجة نقدر عليها الجهاز كان في ظهرنا كان مركزين الحمد لله قدرنا نطلع بكلين شيت 30 مبارابلة هزيمة فيعني الحمد لله الحمد لله إحنا قدمنا أكتر حاجة علشان الجمهور يبقى مبسوط بينا بس يعني يا رب نكون على قد حسن يعني مشاهدتهم لنا وتشجيعهم لنا بحب النهاردة طبعا أبدأ كلامي بشكر لكابتن محمود الخطيب ومجرس إدارة الناس الأهلي على التكريم لنا طبعا دي حاجة كبيرة أولينا وحافظ لنا وشالنج للسيزن اللي جاي إن شاء الله بس السيزن اللي فات الحمد لله هو كان صعب قوي خصوصا نحن الحمد لله يعني كاسباني سيزن 30 مباراة متتالية في الدوري وفي الكاس من غير هزيمة خالص طبعا مستوى الأفريكي يعني الحمد لله حق أنا مركز ثالثة في السوبر الأفريكي أو في كاسا كوس طبعا ده مش تارجل بتاعنا خالص بس الحمد لله يعني بس إن شاء الله عندنا بتوله في شهر عشر هنقدر نزهر بأحسن منذن إن شاء الله ده اللي قالوا الجهاز الفني واللعبات بعد طبعا استماعهم لكلام الكابتن الحمد الخطيب وتكرمهم من قبل النادي إذا وحداكم شفتوا بيتكلموا عن الموسم الجاي كلام كله أو 90% منه إحنا إحنا نعمل إحنا مفروض إحنا فإذا هي مسؤولية كبيرة ارتداء قوميس النادي الآله نروح لفريق الرجال بقى لكرة اليد واللي اتكرم النهاردة من قبل كابتن الحمد الخطيب ومجلس الإدارة بالكامل الحقيقة ويعني ودار منهم من بعض حوار وصور تسكرية وحرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب على تكريم الفريق الأول لكرة اليد والجهاز الفني والإداري والطب بالنادي الأهلي وده تقديرا لنجاحات اللحاقها الفريق في الموسم اللي احنا فيه بعد الفوس ببطولة أفريقيا الأندية الأبطال وكأس السوبر الأفريقية وكأس السوبر المصري والتتويج بالدوري والتأهل إلى بطولة العالم الأندية سوبر جلوب وعرب كابتن محمود الخطيب عن تقدير مجلس إدارة لما قدمه الفريق على مدار موسم كامل نجح خلاله الجميع في تشريف النادي محليا وقريا والحصول على أربع بطولات مهمة عن جدارة واستحقاق وأكد أن الأهم من حصد البطولات هو تقديم كل ما يمكن في الملعب وأنه على الصعيد الشخصي يعني ناخد بأننا من كلمتين اللي جايين دول وأنه على الصعيد الشخصي كابتن محمود الخطيب بيقول بيقول أنه على الصعيد الشخصي لم يتقبل خسارة الفريق لبطولاتي كأس مصر وكأس الكووس الأفريقية خلال موسم الأخير انطلاقا من أهمية الاستفادة من الأخطاء والمناقشة بكل قوة المنافسة بقوة للفوز بكل البطولات وأضاف الكابتن محمود الخطيب أن المسئولية سوف تكون كبيرة على الجميع في الموسم المقبل وهو ما يستوجب مضاعفة الجهد والتركيز لكتابة التاريخ وتحقيق تطلعات مجلس الإدارة وجماهير الأهل صاحبة الفضل في كل هذه الإنجازات وفي ختام جلساته مع الفريق شدد على ثقته الكبيرة في قدرات اللعبين وتحليهم بشخصية النادي وأكد على استمرار الدعم والمساندة للمنافسة على كل الأرقاب خلينا نروح نشوف كلمة كابتن محمود الخطيب في تكريم فريق كرة اليد الرجال وأرجع لحضراتكم تاني طبعا إحنا صحية سعداء جدا إن إحنا معكم النهاردة وإحنا عايزين كنا زمان كده عملنا حفلة جماعية لكل الناس فإحنا قلنا لازم الاحتفالي بقى مع الفرقة عشان نشوفهم ويشفونا ويكون فيه أكثر يعني قريبين من بعض أكتر يعني وإحنا النهاردة إمكان إحنا يعني حرسين كمجلس إدارة إن إحنا نعود معكم على أساس نتابع مع بعض أو نتكلم مع بعض مش بس على التكريم مش بس على إن إحنا نشكركم على اللي حققته لكن كمان عشان نبقى صرحة جدا مع بعض وعشان نفكر في المستقبل فأنا الحقيقة طلبت من الكابتن خالد العودي أعرف تفاصيل كاملة عن الموسم والنتائج الموسم فأنا بطولة أفريقيا اللي أبطالة دوري أول الحمد لله كأس السوبر المصري أول الحمد لله كأس السوبر لأفريقيا أول دوري المحترفين أول أوكي أربع بطولات وأربع بطولات بنعتزل بيها جدا ولكن لازم مع البطولات لازم نكون واضحين مع بعض وصرحة مع بعض ما ينفعش إننا نخرج من كاس مصر الرياضة فيها كل حاجة وفيها مكسب وخسار وممكن نخرج وممكن نخسر ولكن اللي مش ممكن إن إحنا نعملش اللي علينا أو مش ممكن إن إحنا ما نقومش بدورنا صح فبنخرج من كاس مصر من دور الستاشر مع البنك الأهلي وأفريقيا ودي الحاجة اللي مزعلانة أنا الشخصية إن إنتوا بقالكوا دلوقتي تاني سنة أو تالت سنة دي على التوالي التاني سنة تالت سنة على التوالي تاخدوا سوبر وتخسروا أفريقيا طالما تقدروا تاخدوا كل حاجة خدوا كل حاجة لكن لازم مع الارتزام والجدية والإصرار والعزيمة مع الجانب الفني لازم ده يبقى ده يعني الهدف بتاعكم اللي هو ما يتغيرش ما يتغيرش لا عايزين الكاس اللي جاي والدوري اللي جاي وأفريقيا اللي جاي لازم نفكر فيه نفكر فيه بكوة إنك تستحقوا ده وتستهلوا ده وتقدروا عليه ده اللي أنا كنت عايز أولوكم جماعة بشكركم على الموسم بشكر الجهاز بتاعكم على الموسم إن شاء الله اللي جاي يبقى أفضل بإذن الله الحقيقة يعني أنا لو لعب وتقل أو تم إبلاغي من الجهاز الفني يعني أو الجهاز الإداري في النادي النهاردة فيه تكريم لكابتال محمود الخطيبة أنا عايز أقول لك يا جماعة إن الواحد بيكون آه فرحان بس في نفس الوقت الآن الآن لأنه النهاردة فيه كشف حساب النادي الأهلي بيدعمك بيقف جنبك وهو ده سياسة النادي الأهلي ودي عبقرية الإدارة في النادي الأهلي هو بيديك كل الصلاحيات كجهاز فني ولعبين ودعم غير محدود حتى لو أنت لا توفق أثناء الموسم في بعض البطولات ولكن آخر الموسم بيجي كشف حساب النادي كابتال محمود الخطيب داخل وكاتب ومتكلم عن نشاط رياضي قبل تكريمه فالنهاردة تيه تكريم؟ آه تكريم ولكن دي مسئولية كبيرة لأن كابتال محمود الخطيب بيطلب منك السنة الجاية تركيز شوف كابتال محمود قال كلمة حلوة قوي قال لك تقدر تاخد كل البطولات تخدها يعني الكلمة ليه؟ ليه كابتال محمود بيتكلم الكلام ده؟ عشان بعد عشر سنوات لما نيجي نقول أرقامنا إيه؟ ما يبقاش النادي الأهلي في نادي في مصر أرقامه أحسن منه في أي لعبة الواحد كان زمان بيبقى غيور جدا وكان بيتضايق جدا لما يلاقي النادي الأهلي متأخر في بعض الألعاب بأرقامه الاربع خمس سنين اللي فاتوا الحقيقة حصل طفرة كبيرة جدا في كل الأرقام وأنا مستعد نقعد مع بعض ونتكلم ونعمل كشف حساب وقعد مع حضراتكم بالورقة والألم ونحسبها كان أرقامنا في كرة اليد بعيدة خاصة في بطولة زي سوبر اليد سوبر أفريكا الكرة اليد كان أرقامنا بعيدة جدا جدا في كرة الطائرة مثلا كنوا قريبين في الدورة في كرة الطائرة والسنتين اللي فاتوا حصل فالنهاردة خدنا الأربعة بطولات فالنهاردة برضو نفس الكلام بالنسبة كرة السلة سيدات لا النهاردة بقى فيه إصرار مشكلة كبيرة وكان دايما الجماهير بتبقى زعلانة جدا من فريق السلة ولكن النهاردة احنا بنعمل تاريخ فالنهاردة كابتل محمود الخطيب يقولك تقدر تاخد كل حاجة اخدها هتقدر على ده اه تقدر عندكم المكانات اه عندكم المكانات بس يسبق عندكم الرغبة هنروح بقى للعيبة يعني النهاردة احنا شوفنا اللعيبة قالت ايه واللعبات قالوا ايه والجهاز الفني خلينا نروح للتقرير ده هنشوف الجهاز الفني بقى للرجال واللعبين قالوا ايه وارجال حضر الكتاب نشكر كابتل محمود الخطيب على الدعم اللامتناهي واعضاء مجلس الدارة جميعا يعني الناس بصراحة في ظهرنا وبيحققونا كل حاجة احنا بنحتاجها عشان نحقق النجاح ده فالحمدلله على النجاح واه احنا مستمرين وبنقيم في النهاية بنقيم النجاح دوت بنشوف ايه برضو السلبيات اللي فيه مش الإيجابيات بنشوف ايه السلبيات وبنشتغل عليها عشان نوصل للأحسن احنا هدفنا في الاول والاخر هي بطوط افريقيا يعني احنا بنش بنشتغل بس عالدورة المحلية لا بنشتغل كمان عالبطوط افريقيا فاحنا الحمدلله الى الان ماشيين بشكل خطة سابتة اه بشهادة الناس حتى في التحدي الافريقي والفرق دي بقى لها يعني اكتر من عشر سنين مسيطرة على الكورة الياد الافريقية النسائية سواء على مستوى السيدات او الناشئين فاحنا شغالين على الكلام دوت وان شاء الله الحمدل يعني ماشيين بخطة كويسة اه واللي طمننا في كده ان احنا الاخر ماتش في السيمي فاينال في بطوط افريقيا الاخيرة احنا كنا مليدنج على طول المباراة فارق اثنين لحد يعني يمكن اول عشرة ايه في الشرط التاني لكن طبعا خبراتهم والقوة البدنية اللي هما يتفعقوا بها على بناتنا طبعا كان لها عامل كبير في ان هما يكسوا في نهاية المباراة اهم شيء انه بعد انتهاء الموسم بهذه النجاحات نشعر بالتقدير الخاص من النادي الاهلي لنا عندما كنت في اجتماع بعد الموسم الماضي مع الكابتن بيبو قال لنا ان النادي الاهلي فوقنا جميعا ومع نهاية الموسم بهذا النجاح استطيع القول ان اللاعبين والجهاز الفني ادوا عملا رائعا وان نكون متواجدون هنا اليوم بحضور الكابتن محمود الخطيب لتكريمنا هذا شيء رائع ولقد ابلغنا كابتن بيبو ان النادي يريد مننا المزيد لان هذه هي رؤية النادي وخطته انه لا يقف على بطولة واحدة او انجاز واحد ولهذا نحن نقاتل من اجل الفوز الموسم كان معقدا للغاية الكثير من التحضير واللاعبين الجدد والعمل الشاق توجنا في الموسم الماضي بثلاثة القاب من اصل ستة القاب وفي هذا الموسم توجنا باربعة من اصل ستة القاب والموسم القادم يجب ان نحرز القاب اكثر واكثر اتفهم جيد المطالب النادي ورئيس مجلس ادارته ونعمل في هذا الاتجاه لاحراز المزيد من الالقاب واخيرا نشعر جميعا بالسعادة والرضا في هذا الموسم وما حققناه ونعمل من اجل المزيد ولكن نستطيع القول ان ما تحقق حتى الان هو مرضي بالنسبة لنا والله طبعا الحمد لله باشكر ربنا ان ربنا كرمنا الحمد لله ان احنا موجودين في لحظة زي دي ان احنا موجودين هنا للتكريم على يعني خلا نقول انجاز الحمد لله اعملناه لكنه ده العادي بتاع ناد الاهلي لكن كالعادة طبعا احنا عارفين ان ناد الاهلي وادارته وجمهوره دايما ما بيكتفوش باي حاجة انت عملتها لازم دايما يبقى دوافع جديدة لما هو قادم يعني فالحمد لله باشكر ربنا وباشكر مجلس الدارة على اللافتة الجميلة دي وعلى نشاط رياضي وعلى اللاعب الرجالة اللي هم خلونا الحمد لله موجودين في لحظة زي دي بدلا ما يبقاش في حساب لعب العكس هو تكريم ودافع جديد للامام ان شاء الله في القادم ان شاء الله لا هو في الاول في الاخر طبعا دي نادي كبيرة اوى نادي مجلس الدارته كبيرة اوى جمهيره كبيرة اوى هو قادم حمود حرس ان هو يشجعنا وان هو يحفزنا اكتر مش ان هو بس يكرمنا او ان هو يتكلم على بتوتر خدناها لا هو اتكلم كمان على السلبيات او على الحاجات اللي نقصونا او اللي هو شايف انه ممكن تزيد عندنا فهو دي سمية النادي اهلي هو حرس ان ان احنا ان هو حسسنا ان هو عايز ياخد كل حاجة او ان احنا اي حاجة نقدر ناخدها منفرطش فيها فلا انا طبعا شايف ان دي طريقة احسن من ان انت حتى تكرر متحسس الناس ان انت عملت كل حاجة لان انت فعلا لسه عندك اكتر فلا اول حاجة بشكروه طبعا بشكر مجلس الدراء كله على التكريم ان هم يعني يقدرونا وحسسونا اديهم معانا و اديهم يعني مقدرين كمان البطاطي اللي حقناها وابتمنى في فترة جاء ان شاء الله نقدر ان نحقق اكتر وان زي ما هو قال كمان ان احنا نفرح جمعائرنا ونبسطهم طبعا كان موسم صعب وكان فيه ضغوطات ومسؤوليات كبيرة بس دي عادت طبعا نادي الاهلي ولعبة النادي الاهلي ان هي دايما محطوطة تحت ضغط ان هي لازم اي بطولة بتدخلها لازم تاخد فيها المركز الاول بالنسبة لنا المركز التاني زي المركز الاخير وده عقدة النادي الاهلي دايما يعني منزل نشأ يعني فالحمد الله احنا اخذنا ربع بطولات طبعا من ستة كنا نفسين ان هما يكونوا ستة من ستة بس ان شاء الله ده يحصل السنة الجاية وبنشكر طبعا مجلس اقداره كابتل محمود الخطيب على المقابلة النهاردة واللي احتفاق بينا وكده وهم دايما طبعا في ظهرنا يعني وفي ظهر كل الفرق الرياضي الحمد لله على السنة دي يعني عملنا مسم قوي مسم كان صعب جدا قدرنا ان احنا نخرج باربع بطولات من ست بطولات أربع بطولات كانوا بأجواء ومواقف كتير قوي الحمد لله اللي احنا قدرنا ان احنا نكسبها ربع بطولات وطبعا على تكريم كابتل محمود القطيب يعني حاجة جميلة جدا احنا جينا كلنا النادي وهو قرمنا وحفزنا وكلام اكيد اللي احنا مش نوقف على الاربع بطولات بس في المسم ده هو المسم الجاي عندنا بطولات اكتر حاول احنا ناخد بطولات اكتر من المسم اللي فات وان شاء الله نبعد الجميل ان شاء الله هنبزل اكثر حاجة عندنا طبعا الحمد لله على المسم ده الف مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي الناس دي كلها بتتعب علشان خاطر نفرح الجمهور بصراحة النهاردة كان فيه تكريم خاص من كابتل محمود كان هو حرس ان هو يجم معنا كلنا عشان نتكلم معنا كلمتين كان بيحفزنا على المسم الجاي قال لك يعني هو طبعا بارك لنا وقال لنا الف مبروك مسم كويس بس طبعا مش احسن حاجة بالنسبة للنادي الاهلي احنا ناخدين اربع بطاط من ستة فياعدنا الكلمتنا في البوينتز اللي هي البوتولتين دول خسرناهم ليه طبعا بداية المسم الجديد هننسى كل الكلام دوت ونبدأ النفاية في المسم الجديد على كل البطولات لان احنا السنة فاتت مثلا خذنا تلك بطولات السنة دي اربعة فهو بيتكلم ان احنا لا احنا في تصعد ومش عايزين نسيب اي بطولة سهلة طالما فيه امكانية ان احنا ناخدها ما نتهونش وما نسيبهاش الحمد لله طبعا على المسم دوت وبحب ببرك طبعا للمهور النادي الاهلي على المسم التاريخي الحمد لله كان مسم صعب طبعا انت بتلعب ست بطولات في المسم كان مسم طويل انت بدأ المسم من شهر 8 تريم خلصه وفي اخر 5 فكان مسم طويل بالنسبة لنا داخلين ست بطولات كده هننلعب على ست بطولات الحمد لله دا نكسة واربعة كان فيه دعم كبير من مجلس الادارة والجهاز الفني كله والاداري وطبع الجماهير كانت بتدعمنا بشكل كبير جدا الحمد لله كان سابق اساس ان هنقدر نحق البطولات بين برضو النهاردة ان الادارة بتكرمنا اللي احنا عملنا فده بين الادارة بتدعمنا فده حاجة كويسة اللي هابين نعمل الحمد لله ربا كرم الحقيقة اوقات كتيرة جدا وانا قاعد هنا وانا بتفرج على التقارير دي مع حضراتكم فيه اوقات بكون شفتها وفيه اوقات بأول مرة بشوفها مع حضراتكم فالحقيقة بنسى نفسي وبنسى ان انا اعلامي في قناة النادي الاهلي وبفتكر او ان انا بشوفها بعين المشاهد او بعين المشجع للنادي الاهلي النهاردة شفتوا معلش يا جماعة وانا بتكلم انا هطول عليكم دقيقتين بس ياريت برضو تجيبولي لقطات كده انا بتكلم شوفوا الفرقة وهي جاية تقابل رئيس النادي الاهلي جاية تقابله ازاي الفرقة كلها جاية يونيون فرموا واحد كانهم راحين مباراة مفيش همسة شكرا يا جماعة مفيش همسة بص روح المودة اللي ما بين مستر ديفيد ديفيدز وكابتر محمود الخطيب والكلام ده كابتر أشرف عواض لا المتكلم كمان عن مستر ديفيد ديفيدز الحب والتواضع من كابتر محمود الخطيب اه انت النهاردة رئيس النادي انت تحبه ولكن انت في نفس الوقت جاي محترمه وجاي ألأم منه النهاردة المعادلة دي هي اللي عامل الانضباط جواه النادي الاهلي النهاردة كابتر محمود الخطيب الفرقة سواء السيدات او الرجال كلهم الجاز الفني جاي بطاقمه اللعيبة جاي بطاقمها قاعدة بانضباط كل اللعيبة قاعدة مفيش حد ماسك تليفونه مفيش حد بيكلم انت النهاردة جاي بتتكلم او جاي تقعد او جاي تتكرم من رئيس النادي الاهلي النهاردة لما قامة كبيرة في التدريب زي مستر ديفيد ديفيدز يقول كل بص الجهاز الفني كله اللابس نفس الطقم الماتشاط انت جاي تقابل رئيس النادي الاهلي جاي تتكرم من رئيس النادي الاهلي ومجلس الادارة فالكلام ده كله انا كمشجع يعني سيبك بقى من انا كاعلامي الحاجات دي بتخليني افخر ان انا بنتمي لهذه المؤسسة بحب ليها مش بس ان انا اعلامي في قاتل النادي الاهلي طيب اروح لمشهد تاني النهاردة لما مستر ديفيد ديفيدز كقامة كبيرة على مستوى العالم في التدريب اسباني مرم منتخبات كبيرة هو نفسه كان لعب كبير في منتخب اسبانيا فالنهاردة لما يقولك اهم من اللي احنا عملناه والانجاز هو ان انت تحس ان مجلس الادارة والمسؤولين في النادي الاهلي حاسين بمجهودك هنا هو مش بيتكلم عن تقدير مادي تقدير كل ده مجهود بس انا هو ما اتكلمش عن كل ده ولكن هو اتكلم عن التقدير الادبي اللي الحقيقية احنا مفتقدينه في كثير من المؤسسات الادارية الرياضية في مصر بنفتقده يعني النهاردة لازم التكريم ده يجي من الاتحادات لازم يجي التكريم ده من الاتحادات الرياضية لازم يجي من كل الهيئات الرياضية تكرم ابنائك تكرم اصحاب الانجاز بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده شكل يعني فيه روح الأسرة ولكن فيه اندباط فيه احترام فيه كشف حساب النهاردة أنا مبسوط بالإنجاز اللي أنت عملته بس تعالى أنا اديتك كذا وديتك كذا وديتك كذا كأب بحسبك عملتلك وعملتلك وعملتلك جبت مجموع كذا مجموع ده اللي هو البطولات طيب أنا ساتيسفايد أنا راضي أرادي زي ما قال مستر ديفيد ديفيد ولكن هل دلب الناس بنى اللي عايزينه لا كابتن محمود الخطيب قال احنا عايزين كل البطولات الحقيقة أنا بقول لكم الكلام ده خليني أقول لكم يعني اللي بيطلع من القلب بيوصل من القلب أنا ده إحساسي إن أنا بتفرج على التقارير دي ما حضراتكم فعلا بحس بعين المشجع بمنتهى الفخر إن أنا بنتمي لهذا الكيان الكبير وكان منهم الأيام قراري إن أنا أجي لهذا الكيان الكبير كان قرار بكل اقتناع ومن أحسن القرارات اللي خدت في حياتي عشان حضراتكم شايفينه ده خليني أروح بقى لموضوع تاني طبعا خلاص نقفل بقى بعد إذن حضراتكم تكريم طبعا يعني لو قعدنا تكلمنا فيه الحلقة كلها لأ عندنا وقت نتكلم عن المشهد الجميل اللي حضراتكم مشايفينه ده لأ عندنا ولازم كل التحية لكبتخاد العوض يمطل النشاط الرياضي كل التحية ليه كل التحية لكبتخاد لأس اللبيب المحترم المهزة بالمؤدب اللي ما طلعش منه لعبة وبينفس وبيقاتل على كل احترام التقدير لمحمد إبراهيم للعيبة فوكس السنة دي عمل موسم كبير جدا وفرق معانا كتير جدا في السنتر هاب يعني كل لعب من اللي انتوا شايفينه ده لأ ليه عندنا قصة وحكاية ولازم نشكر كابتن مرتاجي عمري ما هنسى طبعا النهاردة انه ما بيدي الوقت والكثير للكثير للأعاب الأخرى دكتور مهند مجدي عمري كابتن سراج دكتور شوقي كل المشؤولين في النادي الآن اللي نهاردة مدي من وقتهما الكثير خاصة خاصة بعد رحيل العظيم الكابتن عمري فاروق ومجلس الإدارة بيكتهد انه ما يحسس الفرق الرادية انه حصل فراغ طبعا اكيد فيه فراغ بغياب المعالي الوزير العمري فاروق ولكن كل مجلس إدارة بروح القصة الواحدة متواجد دحك ومودة احنا مبسوطين جدا بالمنظر ده مبسوطين بالتكريم الف شكر يا كابتن محمود الف شكر مجلس إدارة النادي الاهلي وشكرا لعبة النادي الاهلي على الموسم الجميل ده وفي قبل كل ده نشكر جماهير النادي الاهلي اللي كابتن محمود أشار في كلمته انها صاحبة الانجازات الف شكر ونتمنى توفيق دايما لفرقنا الرياضية ونتمنى دايما المكسب طيب نروح لخبرنا الأخير بعد إذن حضراتكم وويتر بولو الويتر بولو او لعبة كرة الماء في النادي الاهلي اللعبة دي كنا عملنا لها فردنا لها حلقة كبيرة وتكريم كبير على ما اتذكر كان كمان في شهر رمضان وقت ما هم اخذوا البطولة كان الكلام ده وهم اخدين بطولة الدور الويتر بولو مبارح بالليه النجح ان هم يحسموا بطولة الكأس وياخدوا الدوري والكأس ولو حضراتكم كنت تبعتونا في الحلقة وانا بطالبهم وكنت بكلمهم بلومك عليكم مسؤولية كبيرة النهاردة لازم تجمعوا بين الدوري والكأس عشان ما يبانش ان الدوري كان جاي صدفة كسبوا الكأس بعد الفوز على النادي هليوبلس بنتيجة مريحة 10-7 المباراة لعبة انبارح على حمام سباحة نادي كلاب وان بالمعادي وطبعا كنا طلعنا الفينال بعد ما فوزنا على نادي الشمس وبعد كده فوزنا على هليوبلس وبكده فرقتنا جامعة ما بين اللقابين المحلين الدوري الكأس خلينا نقول الفرح او اصحاب الانجاز الكبير ده من الجهاز الفني الجهاز الاداري الفريق كرة الماء كل من وقل عزة رئيس جهاز ألعاب الماء ومحمد فضل نائب رئيس الجهاز ومحمود حسن مدير الجهاز فيما يقود الجهاز الفني الفريق الرجال كل من وليد عزة مدير فني وتوفيق جماد مدرب وأحمد سامح مدرب حراس مرمى وبلال مرسي مخطط أحمال وسيف ممدوح مديرا إداريا وأحمد أكرم أخصاء التأهيل البدني وأحمد الحفناء وإخصاء الأداد النفسي وخالد بن عيسى محل الأداء وسامح العشري مدير إداري القطاع التعليم ومحمد رشوان وسامح عزة إداريين دول كتيبة الجهاز الفني وطبعا اللعبين حدثوا لحركوا كنا فردنا لهم حلقة كبيرة لأنهم يستحقوا وبطولتين ألعاب الماء يبقى وصلنا للرقم 21 من البطولات للألعاب الجماعية في النادي الأهلي سواء رجال أو سيدات وتتبقى بطولة وحيدة وإن شاء الله يكون ختموها ميسك مع كرة السلة مستر أجوستي واللعبين مطالبين إن شاء الله بمصرحة أو مصلحة جماهير النادي الأهلي بالفوز بدول السوبر الأول مبارياته هتكون يوم الجمعة القادم وإن شاء الله هنلعى لحضراتكم على الهواء مباشرة وهكون معاكم في الستوديو التحليلي قبل المباراة بنصف ساعة مباراة الجمعة ورد الحد الثلاث الخميس إن شاء الله السبت ما نوصلش الخمس مباريات في رقيتنا قادرة على حسم المباريات إن شاء الله مبكرة هنطلع لفاصل أعزائي المشاهدين وبعد الفاصل هنكرم ونتكلم مع فرقة 19 سنة لكرة طائرة للشباب في النادي الأهلي وإنجازهم الكبير بالفاوز بثلاث بطولات هذا الموسم القاهرة والدوري والكأس والمدير الفاني طبعا كمتر خالد إبراهيم واللعبين هيكونوا معانا بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد ومنورني في الستوديو طبعا فريق 19 سنة الشباب لكرة طائرة في نادي الأهلي والاستطاع هذا الموسم إنه يحصد ثلاث بطولات ثلاثة من ثلاثة بطولة المنطقة وبطولة الدوري والكأس وهذا الفريق هو بيمثل مستقبل القريب للنادي الأهلي في البداية برحب بالمدير الفاني القدير الكابتن خالد إبراهيم أهلا بيك يا كابتن خالد أهلا بيك كابتن هايسن منورنا والتاني مرة بعد طول قاهرة والإنجاز الكبير ده تشرفنا ربنا خليده تشرف لينا وإنحنا نطلب أحدك تاني وإذا ما وعدنا حضرتك المرة الحمد لله الحمد لله رب العالمين ربنا قرمنا والحمد لله دينا نحق البطولتين اللي هو منورنا يا كابتن ربنا خليك كابتن معنا طبعا بصير الفريق واحد يعني أفضل اللاعبين ونجوم الفريق الكثيرين يعني الحقيقة ولكن سيف باسم من أفضل اللاعبين أو البصيرات في سنه في مصر كلها سيف أهلا بيك أهلا بحضرتك منورنا ومبروك يا حبيب أهلا بحضرتك بنرحب بسنتر بلوك الفريق 2 متر 6 أحد أبرز يعني اللاعبين في نادي الأهلي الصاعدين على مركز أو في مركز سنتر بلوك مركز ثلاثة أحمد ممدوح أهلا بيك أحمد أهلا بحضرتك منورنا وألف مبروك لإنجاز الكيميلة يا حبيب منورنا كمان أنس حاتم نجم الفريق ومركز أربع واحد أبرز إنه يكون في الفريق أهلا بيك أهلا بيك أنس منورنا يا حبيبي وألف مبروك نروح لكابتن خارج كابتن يعني موسم ناجح الحمد لله 3 من 3 وهو ده اللي دايما متدور عليه وكان حتى كابتن حمود الخطيب دايما تكريماته بيطالب الفرق لو تقدر تاخد كله واخد كله يعني فالنهارده كان فريق التسعة وتشارة سنة هو من أكتر الفرق اللي طبقت يعني الكلام ده وفزته بتلت بطولات كنت تتوقع ده قبل بداية موسم يا كابتن ولا كاتب نفسك كبيرة والله يا كابتن أنا ألوح الحاجة طبعا بأحمد ربنا الحمد لله رب العالمين ده توفيق كبير من ربنا فممكن حتى إن المكسب ما ياخدش نفس الحيز من الاهتمام زي إننا الخسار بالزلط فأنا جاي النادي الآلي وعارف الضغط ده وحذك طبعا يعني كنت لعيب كبير وعارف المدرب بيبقى تحت ضغط عصبي يعني شعر أسف الله حذك بدأت نام أخيرا الحمد لله بعد بعد مخلصك الحمد لله رب العالمين بدأت نام الحمد لله رب العالمين بعد ما تحقق بس ده طبعا يعني الفضل أول وأخير لربنا بتوفيق ربنا لأن حذك مدرب بتعمل عليك وتشتغل بتحاول تعمل كل اللي عليك عشان ما جيش في الآخر تندم على أي حاجة وعشان في الآخر ربنا يقوم تمالي بقول لهم نعمل علينا نعمل حاجات اللي في إيدينا عشان في حاجة كثيرة قوي مش في إيدينا صحيح الأبصال الإيمان إن أنا أعمل الفداية أعمل الفداية أمس اللي أقدر عليه أجي التمرين في معادي أحدى كل تدريباتي أدي ما أقدر عليه في تمرين وأسيه في الآخر التوفيق بتاع ربنا وربنا ما بيغزلش أي حد تاعد ونعمل الله كابتل حداك أتيت قادما من نادي الصيد وكنت مسك 19-17 عملت معاً شغل كويس كلمني عن بداية انضمامك يعني مين اللي كلمك كابتل الحمد الصفي ولا مين من الجهاز وإزاي خدت قرارك إن أنت تيجي النادي الأهلي يعني كلمني على الفضل القبل بداية السيزون والله الحمد لله بقى لي 6 سنين في نادي الصيد الحمد لله عملت نادي كويس مع نادي الصيد 6 سنين تقريبا من نص النايات الجمهورية عملت 3 مداليات مع نادي الصيد بين فضل وبرونز فالحمد لله أول السنة لقيت مكالمن كابتن حمد الصفي وكابتن وقل العيدي وهم طبعاً زمل ملاعب ودام وطبعاً كان لهم كل طغير واحترام مفكرتش كتير بصراحة النادي الأهلي فرصة لأي مدرر لأي مدرر النادي الأهلي فيه مكونات البطولة أي مدرر بعتمنى يشتغل في النادي الأهلي فيه لعيبة فيه إمكانيات فيه استقرار إداري فطبعاً فرصة بس طبعاً فيها مخاطرة صح فيها مخاطرة مسؤولية بالزبط لأن هي لا يوجد حد يرحم بالزبط بالزبط فالحمد لله خدت الخطوة وفقنا ربنا وفقنا فيها الحمد لله ربنا كرمنا وتمنى أننا كنت عند حسن نظام الكابتن حمدي وكابتن وقال العادي لأ وعدت ووفيت وفي أكتر من ثلاث بطولات من ثلاثة لأ بجد يعني ربنا يا كريم ما كنت كان أنت حدك بدأت تتنامى كابتن فدي أه والله الحمد لله عايز حاجة تانية لا 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 بحفظ ربنا على كده أه بس كده ربنا يا كريم طبعا نروح لسيف بصير الفريق سيف أنت موليد 2006 ومتساعد الله أكبر مع الفريق يعني دي مش فرقتك أنت فرقتك هي الأصغر لعبت معهم وقدت معهم وبعد كده تم الاستعانة بيك مع الفريق الكبير ما بتقلقش من اللعبة مع الفريق الأكبر مننا خاصة أن بيقى فيه سرعات أكتر لعبة مختلفة يعني كلمنا عن تجربتك مع الفريق الأكبر مننا بالعكس أنا الفرقة الكبيرة كدت كلها وقفة في ظهري من أكبر واحد من كابتن فريق أنس لحد الليبرو الرسلان كلهم كانوا وقفين في ظهري الصلاحة وكان أخوتي الكبار في الملعب فدي ما كانتش ألاني ما كانش مثلا عندك إحساس أنت فيه لعبة 2004 في الفريق يعني أكبر منك بسانتين فالنهار ده انت سعد بيبقى الواحد حسس برهبة شوية أو ما بيبقاش يعني خليل كان ما هواش جيلك بس ما حسيتش بدأ الفرقة كلها في الأول كنت متوتر شوية لأن طبعا رهبا حضرتك تلعب مع فرقة كبيرة فدي كانت الواحدة رهبا لحد مهم ما وقفوا جنبي في أول مطش لعبته كان فاكر ده أول مطش كان إمتا كان مطش الشرقية الشرقية للدخان كان فيه في بطولة المنطقة أو كان فيه لا كان في بطولة الجمهورية يعني أنت لعبت الجمهورية ملعبتش ممتعة لعب المنطقة حضرتك كده روحت بس ما كنتش في تلعب لعب إنما مشارك الحقيقة كانت في الجمهورية اللي هي أصعب طب مطش ده لعبت إيه لعبت كويس ولا عملت إيه بالنسبة لي كان في الأول توطر بس كانت حاجة حلوة بالنسبة لي ولعبت وقديت طب الكابتن قال لك إيه قبل إيه قال لك هتلعب بتاع سلعب الزهورين دي بتبقى محتاجة معاملة نفسية كابتن عمي يحتاج أن إنت تأهله نفسيا إنه هيلعب مظبوط الكابتن أهلك نفسيا كلهم من أول كابتن خالد وكابتن حمدي وكابتن ويل عادي كمان قالوا لك إيه طيب كلهم قالوا لي ما تقلقش ولعب ولا أي حاجة ولعبت والحمد لله تمام طب إنت فاكر يعني نتكلم عن بطولة الجمهورية أو الدوري مثلا فاكر أصعب المطشات كانت لدينا إيه في الفرقة أصعب المطشات لعبناها في فرقة فيه مطش الزمالك فاكر كان في أي دور أو كان فيه كان في آخر مطش في بطولة الجمهورية كان فيه كان في صالة المقاولين صالة المقاولين طيب خلص كام خلص 3-1 3-1 الشوت اللي خسرناها كان رقم كام عشان جي تفرق معايا الشوت التالت التالت يعني كسبتوا 2-0 وبعد كده كسبتوا 3-0 طبس الدنيا مالحوقة يعني يعني احنا فرقنا شوتين وبعد كده خسرنا التالت وبعد كده فوزنا بالرابع طيب من وجهة نظرك يعني إيه اللي بيميزنا عن أي فرقة يعني إيه اللي بيميز أنت راجل بصير النهاردة وعينك أي حد إيه اللي بيميز فرقة النادي لأهلي النهاردة ساعتشار سنة في الكرات طائرة اللي بيميزنا طبعا الروح الروح عن أي فرقة ولما الأهلي على طول طلوع عمره بيلعب لحد آخر نفس الروح طيب الروح جات من اين هل جات من التمرين هل جات إن احنا عاديين مع بعض هل جات إن احنا عايزين نكسب من اللي قال لي دايما يعني الروح الروح الجماعية الحلوة دي جات من اين جات طبعا إن احنا عايزين نكسب كل البطولات وعندنا بالنسبة لنا مركز تاني زي مركز أخير هو احنا على طول من نتعودين إن احنا نلعب اقول لك الحاجة بحكم خبرتي يعني طويلة في الرياضة وكده مصدر الروح للفرقة بيبقى المدير الفني ليه بقى المدير الفني قادر إنه يخلي زي الأب لما يكون عنده ولاد كتير يحببهم في بعض يطلع على الولاد أنا أسف يا كابتن بيأكلوا ببعض فالمدير الفني بيبقى عليه دور كبير جدا الفرقة تبقى عندها روح وعندها هدف فالمدير الفني بيبقى ليه مش دور وعيشين في المدير بتبقى على كابتن الفريق بقى اللي أنا عايز أجله دلوقتي أنا أسكبع كابتن الفريق الروح إنت ككابتن فريق هل إنت شايف إن مهم جدا لعب الروح هل إحنا شايف إن إحنا الروح ممكن تفرق معنا وإنت ككابتن فريق دورك إيه في الموضوع لا أنا طبعا الروح دي بتفرق النادي الأهلي عن أي فرقة تانية حتى لما بنيجي نوع دي إحنا كأصحاب بقى الفرقة مع بعض الكلمة اللي هو دايما أي حد في الأهلي بيقولها لهم هم نفسهم مش متعودين على المكسب يعني حتة المكسب عندهم مش موجودة فبالتالي لما بيكسب بيبقى دي بالنسبة له إنجاز كبير بالظبط أما أنت متعود حتى لو أنت في أصعب أوقاتك فالموتش بتحاول تعمل اللي تقدر عليه علشان تفيذ الفرقة بالظبط اللي أنت تعرف تعمله تعمله في حد إمكانياتك في الوقت ده نفسياً طب أنس يعني أنتو كفرقة بتفرحوا بمكسب مباراة تفرحوا مثلاً إحنا كسبنا الزمالك ولا بتفرحوا لما ناخد بطولة والله على حسب برضو على حسب المتش إيه بس طبعاً بطولة فرحة البطولة دي حاجة تانية صحيح بس على حسب المتش طبعاً هيفرق فرق كبير طبعاً في فرحة بعد ما بتكسب مبارا كبير ولكن طبعاً هو الهدف هي البطولة بطولة طبعاً من نوجة نظرك أنس وانت كابت الفريق أصعب ماتشات مرنة بها السنة دي لأو في التلات بطولات والله هو كانوا أصعب ماتشين يعني ماتش بترجيت بتاع الكاس الكاس ده خلس كام؟ تلاتة واحد تلاتة واحد خلس تلاتة واحد وماتش الزمالك برضو اللي كان قبل يعني اللي في الدوري يعتبر لا مش في الدوري الدوري ده إحنا كنا حاسمين أصلاً بطولة في الكاس قبل النهائي آه قبل النهائي لأن إحنا في الجمهورية نهائي مع الزمالك كنا حاسمين أصلاً بطولة يعني إحنا راحين كده كذبانين وغدنا بس هو الموضوع كان نحنا مش عايزين يبقى خسرين وغدين بطولة وخسرينين آخر ماتش طيب أنت على المستوى الشخصي أفضل مباراة قد تهيئي فاكر؟ والله ماتش الزمالك بتاع النهائي الكاس آه قبل النهائي وبرضو ماتش بترجيت بتاعنا ماتش بترجيت عملت كويس آآ آآ الحمد لله طيب ودي الصور بتاعك ودي الماتش دي كان في بترجيت صح؟ آآ ده كان في أي صورة الصورة دي مش غريبة علي آآ ده أكاديمية الشرطة أيوة شبت أنا بقول لك أكاديمية الشرطة دي تاريخ كله هناك آآ آآ بس هو المركيب بتاع بقى كويس دولتي؟ لا فرشوها 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 جميلة طيب وكان أو دي المقصورة يا خبر أبيض ده حاجة يعني ذكرات حلوة جدا جدا الصورة دي والله وفاكر ما تخلى وفاكر كل حاجة طيب أنا سأقول لي يعني آآ كل فرقة بيبقى عندها تحديات يعني ما بيجي المدير الفني بيبقى زي كابتن خالد لما جيه كان عنده ضغطه وعايز يزبط نفسه فكان بيمرنكو كتير بيجيبكو أوقات كتيرة ما جير معرف طبعا تمرين في الصيف هل ده سبب لكم حالة من الزهق أو حالة من الإحباط أو حالة من أنتو بتتمرنوا بشكل عنيف جدا عشان تبقوا جاهزين ولا ده كان دافع ليكم أنتو تقولوا أو تقفوا مع كابتن خالد نفس الموقف لو أخدوا من التدريب والإخلاص والباز اللي موجود أكتر في التدريبات لا في أول السنة أصلا كله بيبقى داخل حطت في دماغه يعني حطت خلاص كله عمل اللي عايزه في الأجازة لما بين المسلمين فكله داخل تركيز خطت أجازة دي طيبا والله أنا كان عندي منتخب ما أخدش أجازة بس بس كده بس هو ماشي إنه أعتبرها أجازة بس بعد عودتك بقى للنادي بالظبط لا كله الحمد لله برضو كتلعيبها يعني يعني برضو كبار فاهمين إن إحنا عندنا بطولة وعايزين نركز فيها فكل واحد عارف بس كم ساعة يعني ساعتين وساعتين جيم مثلا ثلاثة يام أو أربعة يام في الأسبوع فكان وقت كتير جيم يعني كنت بتمرير لكم مثلا في اليوم نقول خمس ست ساعات وهو يوم واحد راح بالظبط كانت بتخذ بدولكم طيب تموحطك إيه إنت نفسك تحقق أي والله أنا طبعا يعني شرف لأي حد إنه هو علعب في نادي الأهلي وخد كل بطولات دي الحمد لله إما مرحشين مني تقريبا وجل البطولة واحدة مسافة ما بدأنا فطبعا تحقيق بقى الدوري والكاسوة وإفريقيا كل الحاجات دي نفسك تحقق مع الدرجة طبعا صعدت مع الدرجة بقول لها السنة دي صعدت آه لعبت معهم فترة فعلا مستر فرناندو صعدت أتمرنت فترة ولا تلاقيت على مطشات بس يعني مرونك مع لأ أتمرنت فترة مرنت فترة ولعبت مرحشين ثلاثة لما تأخروا في الجد بس دا كويس أنت لسه قدامك سنتين كمان في قطاع ناشئين صح؟ لا أنا خلصت درجة أولا طب بتكلم معك مستر فرناندو ولا ممكن تطلع والله ولسه لسه ما فيش كلام يعني شهور بس يعني إن شاء الله نشوف الدنيا يتمشي إن شاء الله بإذن الله وكل كلم جان وحتى لو ملكش مكان السنة دي سهل جدا لعيبة كتير طبعا عارة ورجع لعيبة كتير جدا جدا عندك عسران وعزب وعندك عثمان كل دول يعني يخذوا فرشيتهم وراجعوا وثبتوا نفسهم يعني أول واحد لو هيعرفي في يد النادي بأي مجهود طبعا ده شرف لأي حد يجير إن شاء الله إن شاء الله كل تتمنى بإذن الله أروح بقى سنتر بلوك الفريق أحمد ممدو واحدين متر ستة الله أكبر عليك كلمنا عن السنة يا أبو حميد يعني بدتها إزاي هل أنت راضي عن أدائك السنة يعني كلمنا عن السنة بشكل عام الحمد لله طبعا أول حاجة بنحمد رباني أحنا طلب بطلاط وبدأنا السيزن مع كابتن خالد اشتغلنا كتير جدا ما رايحناش يعني كان على طول تمرين الصبح وصاعد متمرن بالليل وفي الجيم على طول مع كابتن أحمد كابتن تارفتس بتاعنا فالحمد لله اشتغلنا كتير من أول سيزن وما أعتقدش نحنا رايحنا كتير يعني كان في ناس راجع المنتخب على الفرق على طول حتى اللي ما سفرش يعني ومتقالش من بطولة ولا كده بيرجع على الفرق على طول تمررنا جامل طبعا والحمد لله خلنا كل حاجة الحمد لله طب قولي توجهات لكابتن خالد أول ما جاء كان بيطلب منك على طول دايما والله هو معنا عشان البلوكات وكده ما كانش يزال في قبل السيزن برضو فكابتن بيدينا بيدي سنتر كلها يعني بيرشدهم كلهم وهو على طول معنا يعني بيخلتش عنا بأي معلومة يعني الحمد لله طب سنتر بلوك دايما الجماهير بتحب اللعب السريع البصير بقاعد معايا حبوا اللعب السريع بتاع التلاتات صحيح ملاقش معايا السنة دي كان ملاقش معايا السنة دي على طول ما لعبش كتير بس سنة فاتت كان معايا على طول ده طب البصير اللي كان بيلعب مين محمد ياسر طيب محمد يعني في تفاهم بينك وإنه دايما الجمهور بيحب اللعبة زي الدنكات في كرة السلة كده اللعبة السريعة كلها بتترفع على سن الشبكة وقرد من الشبكة شوية وبيطلع التلاتات يعني حطها في أرض الملعب بشكل حير طيب على طول انت يعني بتجيد ده في تفاهم بينك ومسال على العرب الحمد لله الحمد لله طب والسيرفات بتاعتك عامل لقيت تلاتات برضو سيرفاتها لا السنة دي بصتلك كابتل ليه عشان بصلك صح بصلك أول بس ألت السؤال ده في شغلة حصل في الموضوع ده السيرفات تحسيرك كتير لا في مشكلة كنا عاملين نضغط على الموضوع ده جامل طبعا بصلك خدت بالك بصلك لا انت كتحد قل ولا إيه بص اشتغلت عليك التلاتات بيحبوا الفلوتر صح ايه التلاتات لازمة الفلوتر ما بيلعبوش لا لا مش سبايك خانش مش اه يعني هو دي كتا مشكلة كبيرة ان هو بيحاول يلعب سبايك ده ده في تمرين ده 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 في تمرين لاحك هو بس في المتشات هو محينا دي بقى محينا المفاكلة ان هو بيلعب سبايك في التمرين يجي في المنشاط يلعب في لوتر فما يلعباش مصبوط عشو ما تمرنش عليها في التمينات بص سيحولك على الهواء بص قالوا له كلها بس برافو عليك لا بس هو ما شاء الله لعيب لعيب يعني أنا الثلاثات اللي بشوفهم بلعبه سبايك والايلين جدا فهو لو نجح يثبت ده مع طوله الله أكبر 206 مع الجنب في الإرسال بيكشف الأرض يملعب ناحتك لا ما شاء الله ده يبقى مهمكش يلعب يا ابني وخش وديه وكابتن في ظهرك لغاية ما تثبت الموضوع ده طيب مين مسك الأعلى في مصر؟ كابتن حليم كابتن حليم أه؟ وحمادة عشان من بلدي برده مين؟ حمادة عصمان من اين؟ من دوميوت؟ من دوميوت من بلدك هو بس مسك الأعلى عشان من بلدك لا لا وصحبي وكويس وكويس سبع مستناعي طبعا لا وكويس لا يا بشا لا كويس أنا بهذر يعني بس عبه بقى مسك الأعلى في الملعب ولا الصور اللي بيخد عبه بقى وسط المزارع والدره ده بينازل شوية تصور هو عبه؟ حاجة طب انت ما بتصورش السور دي؟ هو عندنا عندماش الكلام ده في بلدنا برضو بس احنا بس عايزين صورتين كده؟ من عناية حقا يعني عايزك صورتين وتبعتلي وحبص عن صياتك مع الدره بقى وبتاع عبه ومسته ان هو عامل زي قفشة كده صور شفت قفشة الفيديو شفت الفيديو بتاع ترمبة المياه وبتاعه وسط الزرع هو عبه كده فده بتوصل للجمهور ثلاثات دايما معروف ان قلبه ما بيض اه لان كل ما تطول مش قلبه نصح يا ج Lebado ر hides التلاثات شريرة نحن قلقه طيب هر تبتحضوا مع بعض في الوضف؟ لا اهو مش ب Alaska معي بس يعني علي طول معي انا بقية سيناء ابن عمي معي في الفرقة برضو تعلم عن بعض بقية الامك؟ اللي حان ما بقى دارش مين بن عمك؟ معتز هيسن لبروف فرقة وانت ولاد عام فبتقعدوا مع بعض انت بقى بتقعد مع مين؟ اشجاد في الأودة بس باعد مع حازم انت بتسرح في ايه حبيبي مع عزكرات براض مع حازم مركز وحازم مركز وحازم بس بس بلوك برده ايه ده؟ حازم معانا الفقرة الجاية بس 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 بلوك بتقعدوا مع بعض؟ طب حلوة دي تعمل روح حلوة دي كتان هم الاتنين بلوك ومنفسين اللي بقعدوا عادين مع بعض في الأودة لهم هم الحمدلله اللعيب عندنا اللعيب عندنا المنافسة بينهم الحمدلله يعني إيجابي يعني حتى كنت بقولهم ب loisekدي التملّي بالأثنين اللبار اللي عندي روح المنافسة بينهم ممتازة كنت بقولهم حتى بقية الفرقة يا ريه كلها تبقى زي اللبار بنفسه بيشجعه بعض يعني اللعيب عايز يلعب قابس بيشجع زميل ويعني فيه منافسة إيجابية يعني مش اللعيب عايز زميل 와 nod لا بالعكس ده 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 بأفرح بزميله اللي بيبقى كويس. حلوة كابتن. فالمنافسة العجابية دي هاي كويس طبعا. الكلام اللي بيقولوا يا سيف الكابتن مصبوط هل انت مع البصيرات اللي معاك الفرق انت برضو بتبقى سعيد جدا ملعبه كويس. يعني الناس مع منك الكلام ده برضو. اه. بتحب يعني بتبقى سعيد. طيب. انت وانت على البنش بتبقى مهم جدا انت بتركيزك. ان هو النهاردة لما اجي الكابتن يطلبني وازف ذات في الكرة الطائرة ممكن كابتن نزيلك نقطة. ان ممكن في اي وقت تتغير. فلازم تكون جاهز. انت بتبقعدين على البنش اولاد مركزين مع كل النقطة ولا بتبقى فاصل وحاس انت ممكن ما تلعبش وبتاعملوا ايه. لا على طول بنيبقى جاهزين. يعني حتى اللي عارف نوع ما بيلعبش ممكن بيفضل جاهز عشان ممكن ينزل في اي وقت. ممكن ينزل حتى على ارسال ما كان صحيح. ارسال واحد ممكن ينزل بلوك واحد على الشبكة صح او لا. ارسال ممكن يجيب بطولة عنك. بس رسل نقطة ببطولة. طب قولي يا سيف يعني قبل مختم الفقرة دي انت نفسك في ايه نفسك تحقق اي يا سيف? نفسي طبع هدفي طبع منتخب مصر وفرستين ان شاء الله. ما شاء الله. انت طولك اديها سيف? متر تسعين. متر تسعين. ما شاء الله برضو مش قصير متع. اعتبرش انت بلوكات بتاعتك عاملها ايه على الشبكة? او لا في الاول كانت بلوكاتي ما كانتش قوي بس السنة اللي فاتت كابتن محمد علي بقى كان قادي مررني عليها. وزبطت بلوكة. وزبطني وكابتن محمد حسين وكابتن خالب برضو كلهم علموني البلوكة لحد ما زبطوا الحمد لله. لابلك البصير لما يبقى عنده بلوكة عالية على الشبكة بيعلي الفقرة. م أنت برضو يا أحمد امنيتك ايه? فرسي مأهلي. ان شاء الله يا حسين. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. انا سألت خلاص يا آناس برضو انت existem وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بس خليني برضو اسألك سؤال انت لعبتك. انت نشيين الأم النادي الاهلي على طور. اهة. اه. اين اللي بيميز ناشؤينيaleyنا intriguing الاهلي يعني ككابتن فريق اللي بيميزهم اللي بيميز لعيبة النادي الاهلي في قطاع الناشئين في اي لعبة? ده هو فكرة ان انت اصلا مزروع جواك حيطة ان انت مكسب على طول مطالب بالمكسب دي مش مش موجودة في اي نادي تاني حتى لو مهما كان النادي ايه فهو لأ انت مولود وانت بتلعب في النادي انت معروف. عايز تكسب على طول. بالزبط انت عارف انت عايز تكسب على طول دي مش موجودة يعني ممكن يبقى فرقة فيها لعبة اسامي كويسة بس ما عندهمش الحتة بتاعت الروح للمكسب دي مش موجودة. صحيح. وخلي بالك اللي بيخلص في الناشئين دي الاهلي بيبقى مطلب ومغنب كبير لفرق مصر كل حين. بالزبط. بيبقى عايزين يقتنوا اللاعب. صحيح. بيبقى اللاعب دي عنده نقول لك ده لعب متربي على المكسب. بالزبط دي حقيقة. يعني اكيد طبعا دي حاجة نتمنهلكم فيها كل التوفيق. الحقيقة بشكركم يا اولاد. طبعا لك ابت الحديك مكمل معنا الفقرة القادمة طبعا منورنا. بشكرك سيب باسم. شكرا لك. طبعا بصير الفريق وساعدت بك جدا. اتمنى لك كل التوفيق حاجة محترمة ادب فنيات. اتمنى لك كل التوفيق يا سيب. ان شاء الله. انس طبعا بشكرك نورتين. بشكر حديك جدا طبعا. ومبروك على الانجازات دي واتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله انشجعك في الدرجة الولى في سواء التحليقية وانشجعك معك يعني وقفة جديرة. ان شاء الله بإذن الله. احمد بشكرك شكرا جزيرا. شكرا جزيلا. انت فيك كتير من عب وخلي بالك والله حتى انت رأي الكلامك وبتاع. اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. وانتمنى لك مما زيه كمان في الملعب. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. عزيزي مشاهدين اطلع لفاصل ومكملين كلامنا النهاردة وحوارنا وتكرمنا لفريق 19 سنة. طب ليه مكرمهم ليه نحتفل بهم لان النهاردة هذا الفريق كسب تلت بطولات من تلات. دي الكسب الدوري والكأس وبطولة القاهرة. فمعنى كده ان هذا الفريق كسب كل البطولات اللي هو بيشارك فيها. وهذا الفريق هو المستقبل القريب للفريق الاول لكرة الطائرة. نتعلى الفاصل ونكمل كلامنا بعد انضموه ومجموعة اخرى من نجوم الفريق بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين كلامنا النهاردة مع فريق 19 سنة. الكرة الطائرة رجال اصحاب الدوري والكأس وبطولة القاهرة. انجاز كبير الحقيقة. ده كيادة طبع الكبير خالد ابراهيم المدير الفني. نبرحب عبد الرحمن محمد. لعب الفريق مويد الفين واربعة واحد لجوم الفريق عبد الرحمن مناورني يا حبيب. اهلا بحضراتك. اهلا بحضراتك. انت ليك كصة كبيرة كده في المراكز هنتكلم فيها لما جيلك. ان شاء الله خير. اهلا بحضراتك. يمكن محمد ياسر النجم الفريق مويد الفين واربعة ده كان ضيفي كزا مرة يعني الله اكبر يعني يواخد على البطولات وكمان ضيفي مرة واثنين وثلاثة صحة محمد. اهلا بيك مناورني والف من يوم مبروك يا حبيب. لا بحضراتك. اللي كنا بيتكلم عنه واللي كان طبعا في نفس القوضة مع احمد مبدوح والقوضة السحاب اللي هي سنتر بلوكيات القوضة لو لو جمعت الاطوال بتاعته بخمسة متر وشوية الله واربكم ان شاء الله. ان راح بديك طبعا حاسب يا هاب انا بديك حاسب يا حضرتك. صح كده? مصبوح. التجمع بتاع اربعة متر ونص خمس انا حد شقدر يقرب القوضة بتاعكم. منور. سحنة جلابة والله. لا. انتو كمال دايما يبقوا ليهم يعني روح حلوة كده. منورنا حقا. هجيلك عبد الرحمن انت ليك يعني يعني قصة السنة دي بدأت سنتر بلوكة اللي هو اكبر وانت داخل علي. انا قلت ما شاء الله انت يعني سنتر بلوكة. لكن قلت لي ان المركز يتغير. ولعبت اول موسم ماركة. اي القصة دي? ونعرف برضو رأيك كابتن في اي? انا اول الموسم كنت بالعب تلاتات. لاني كان شريف متصعد مع انا وكان نور موجود. فكان المركز دي عندنا كان تمام كاملة وكنا نقدر نلعب. فانا كنت بقد في ثلاثات وكان مستوي كويس. واللي كان بيطلب مني كنت بعمله. في على تم الوجه طبعا. وبعد كده بعد بطولة الكاهرة جلنا عجز في الاصابات. يعني كان عندنا مركز زي اتنانات نور تصاب. شريف كليمات شاد تحت فمكنش بتصعد. وانا كنت اقرب واحد ان انا اقالي باتنانات. لان انا مستوية ومهاراتي كانت اتأهيل ان انا نلعب اتنانات مستريح. استقبلة كويس مسلا. هو اتنانات ما بيستقبلش. هو بلوك اهم حاجة في مركز اتنانات ده اللي هو بلوك لانه بيطلع بلوك الاقوى ضريف في الملعب التاني اللي هو ضربة اربعات. وانا اصلا كنت سنتر بلوك عشان كده بلوك كويس. والضربة كنت كويس برضو. الارسالات كويسة. وكان مستوية كويس. وكنت بقدي يعني في الملعب الكابتن كان بيطلقه مني. كنت بعمل. طب لو طالب منك تغير مكانك ما قلقتش فيه لعيبة بتقول لك يا كابتن شمع لنا. ما تسيبني في مركزني انا عايز هلعب في مركزي. وبتاعنا كده زي فل. انا انا كنت واثق ان انا لو رجعت تاني من مركز اتنانات ده كنت هلاقي مركزي في واضح في ثلاثات. وغير كده انا كنت ضمن انا روح اتنانات هلعب وهيقدي بورده يعني. يعني المشتوية كويس ضمن انا العب في اتنانات مسترائية. الحمد لله. الحمد لله. طب فكر احلى مطش بقى تعالي بقى. عشان انت كده ايه? انت كده بقى مادة حلوة يعني. طب احلى مطش عملتو في التلاتات اول الموسم ايه? في التلاتات اه. مطش القاهرة بس. بطلت القاهرة بس. لا انت الفترة اللي عدتها تلاتات. قاهرة بقى جمهورية مع انا معرفش ان تلات تغادل. مطشين ايه بقى? كان مطش نهاية قاهرة بين احنا ووادي دجلة. مطش ده كنت كويس فيه جدا. كنت جاب فيه سبعتاشر نقطة. الله اكبر. اغلبهم بلوكات ولا كان. لا بلوكات وضربوا ارسالات يعني. وكان فيه مطش الزمالك كان عندنا ده كان اول مطش نواجه فيه الزمالك. مطش. مطش نواجه فيه مطش. مطش صفر تعريبا انا كابتا واحد. تلاتة واحد كان في ارضنا فما كان شانف عن اخسر يعني. وهناك سرنا تلاتة واحد بس كان عندنا من احنا نكسب تلاتة صفر. ندول مطش في الموسم ونديهم سكة ان احنا نقدر نكسبه ونعاوض السنة اللي فاتت يعني. طيب ده احلى مطشات في التلاتات تعالي بقى. اه. اللي اتمنت كان فيه مطش كويس يعني كان مطش الشمس. ده كان عندنا مطش ده اصعب مطش لابناء. اللي هو كان في الدوري او في الكاس؟ لا ده كان في الدوري بس مطش ده يكون على ارضنا واحنا الاهلي طبيعا ما كانش ينفع يخسر على ارضه يعني. فالمطش ده احنا كسبنا اول شوت. تمام وانا الفيرة جاية مسلمة خلاص. كسبنا اول شوت مستريح قوي. كان عاملين فرق سكور. جينا بعد كده هم كسبونا الشوت التاني وكسبونا الشوت التالت. وده على ارضنا وفيه جمهور والجهاز كله كان قاعد وفي ناس مهمة كان قاعد. والشوت التالت اللي هو الرابع قصدي بدأ كان فرق تسعة نقط ليهم. انا رابع ده. الله يكسبنا المطش ده؟ اكسبنا الحمد يديرنا نرجع ويشجعنا. وفي ميزة فرقتنا ان احنا بنقدر نرجع يعني في مطشات كتير نقدر نرجع فيها. يعني مثلا كنا بنبقى فارين عندنا بالخمس ست نقط ونقدر نرجع ونكسب الشوت. احنا طول المطش ده طول الموسم اصد احنا ما مخسرناش ولا مخسرناش ولا شوت من فرق ضعيفة يعني كل الفرق اللي كسبتنا كنا بنطلع معهم مثلا اربعة واشترين اول. كنا بنجيب معهم مثلا ستة وعشرين خمسة وعشرين. احنا ممكن نكون خسرنا طول الموسم ده في طولة الجمهورية. خسرنا مثلا خمس اشواط بس طول الموسم. بس انا عجبني الله اكبر بتوصف انت كويس يعني. بشو الله هي كانت تتوصف. لا انا فاكر كويس يعني. انت اه لا واصف ومركز والله هو اكبر عليك. اه منتاش الام من الكاميرا بتوصف المطش واللي حصل. لا الله هو اكبر عليك يعني. اه كانت ناسم عليزنا لازل مادية لعبر رحمن حقه. عبر رحمن لعيب اساسي مركز تلاتة. مم. وزي ما قال حضرتك كده جات لنا اصابة لنور اللعيب اللي بيلعب مع شريف في مركز اتنين. ويوسف نزل فرقته. ويوسف غالبا بيبقى فيه مطشقة مهمة لفرقته. ممكن يبقى فيه مطشي انا عندي الحد والمطشي الفرقة التانية عندها لتنين. ولوية لسنه. ما ينفعش يلعب يومين ورا بعض. نعم. فانا جيت على عبر رحمن. عبر رحمن انت قارب واحد هتلعب اتنين. حتى هو جي بعد كده يا كابتن انت كده يعني لما شريف يبقى موجود شريف. بسم الله ما شاء الله عليه. عالي جدا في مركز اتنين. بسم الله ما شاء الله عليه. لكن عبر رحمن كان راجل. ويعني زي ما شاء اقول. يعني يعني ضحى عشان خاطر فرقته. يعني بلحدة جاء عبر رحمن له يلعب تلاتة يلعب اساسي في تلاتة. لما حتت ان احنا قلبنا اتنين ممكن يلعب وممكن ما يلعبش. اه اه. بس ضحى بدي. بس انا قلت له برضو عبر رحمن انت يعني ان شاء الله تدعيلي بعد كده. انت بدلا ما كنت تلعيب في مركز واحد. انت الوقت تلعيب بسم الله ما شاء الله بتلعب في المركزين. ودي ميزة بيقدرها المدربين بعد كده. ما شاء الله وعشان كده برضو خلي حازم واحمد يقعدوا مع بعض في الاودة. ايو. اه. عشان يدر سيتر عليهم كانت تسعة عدد فهو ده واحدة التلاتات. وهو بقى طبعا الخلع بقى اتنينية. بقى لك لانا مش عقود بعد التلاتات. لا حبيبنا. اه. بالزبط كلها تلاتات. طب خلينا اجيلك امحمد يمكن المشم كان صعب ومجيت نظرك ولا هي يعني حسنة انت واحد من كبر الفرقية. لا لا لا. ليه كان صعب. هو كان صعب في ان احنا كنا عمتا يعني الفكرة اللي هي المشاكل جوان الفرقة كان في حاجات كبيرة بس احنا كنا يعني الحمد لله عدناها كلها. بعدين كان في فترة توقف لها تبعت الامتحانات. عدنا فترة كبيرة وبعدين سيزون اتأخروا على بدأو. احنا نفوت في العادي بنخلص الامتحانات. وتبتد على طول. بنبدأ طول مسلا اسبوع اسبوعين بنبدأ على طول. شهر سبع نبتكلم. سيزون طول او مننا. احنا البدني بتاعنا نفوت عاملين مسلا على شهر خمسة ستة. احنا خمسة احنا مخلصين في اخر ستة. عدنا فترة كبيرة او. عدنا فترة كبيرة كبيرة. هي دي ممكن تكون صعبت السيزون بس. طب انت ملوجة نظرك ايه التحديات اللي انتو قبلتوها السنة دي? واللي كانت وسط الموسم وكان يعني خلي بالك مع المكسب مش مفروض مش مفروض بالورود زي ما بيقول يعني. مش بتروح تاخد الكاس وتمشي. طبع. يبقى في صعوبات بتقابل الفرقة زي اصابات زي بسلا ضغط المطشاط زي الامتحانات. ايه اللي صعوبات اللي كان المطشاط هي نظام اللي بقى احنا داخلين عندنا سيقة بس في نفسنا. فنخسر في الاول وبس نخسر في الاخر. يعني نصلا بردو كنا كان المطش كان قريب. المطش كان قريب فبس كده كسبنا. ايهاته المطشاط لدي بس. نعم. طب انت لما جي كابتن حمد الصافي ومعاه كابتن عادي وطبعا تم الاستعانة بكابتن خالد ابراهيم حسيته بتغيير شوية. ايه التغيير اللي حصل? ايه اللي شايفينه السنة دي حصل كفرقة او كقطاع ناشئين من كل كل شيخ ولي طريقة. النهاردة اكيد في حاجة جديدة هاشيته بها في كتاع الانشئين ايه اللي حصلت به السنة. اللي حسنا بها اهتمام كابتن.. كابتن كابتن حمد و كابتن واقل بنا. نهما دايما طالوقتي معنا فكل المطشاط طول الوقت موجودين. كابتن واقل كان بيحضر معنا كل التمارين المعظمها. طولوقتي موجود. كابتن حمدي. اه كابتن كان موجود بيسمع لو في حد فينام احتاج حاجة حد عايز حاجة. اي حاجة كان معنا طول وقت. فكان وقت ما يبقى في مشكلة عندك حد تروح له عادي هيقى حد موجود. وهيسمع و هيسمع لك. طب انت فكر احلى مطش لعبته ايه? لا انا الحمد والعب كل حين. احسن للاحسن. احسن للاحسن. احسن احسن. اه. كان نهاية الزمالك. ما شاء الله. و سمي فانال الزمالك. وانهاية الزمالك برضو. لا لا. كان مطشي للشمس اللي كان في الشمس. لقى مطشك كتير صراحة. اه. بس عجبني فيك ان انت الحمد الله يعني يعني دايما عندك ثقة بنفسك. طيب اصعب مطش على الاطلاق الموسم ده. على الاطلاق كفرقة بقى مش كالعيب. كفرقة كان مطش بترجدت الاخير الصراحة. كل اجمع على كده على فرقة. لان احنا. كان عندنا العيد من المطش السمي فانال. عاملا لما الفرقة بتلعب مطش جامع في السمي فانال. او بتلك فرقة كبيرة السمي فانال لما تجد المطش الاخير لما تلاقي فرقة عادية. اه. ممكن مستوى ان الوحنا كنا نتعيابدين. احنا جينا مطش الزباية طلعنا كل حاجة عندنا. الفاصل كان عدي يوم ولا اتنين مليون. كان يوم وبقى كده ننزل تاني يوم. اه. غير كده انا كابتنا يسم مطشات الكاس بتختلف عم مطشات الدوري. مطشات الكاس مطش واحد يخرجك بره البطولة يعني. مطشات الدوري احنا ممكن نعوض في اي وقت. طيب خلينا نتكلم برضو مع بعض اكتر وجيناك برضو يا حازم بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونجع بعد الفاصل نكامل الكلام نعم مع فريق الشباب تسعة عشر سنة لكرة الطائرة والفائز بتالت بطولات القاهرة والكأس والدوري ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد اروح لسنتر بلوك الفريق حازم هاب والحقيقة قد طولك كامل حازم الاول藝? من متر واحد. يعني كل التلاتات فوق مت متر اللهvoor اللهisis الله temps طب بقول حازم يعني ليه السنة دي كانت مميزة ليه من وجهة نظرة? خدنا التلات بطولات ليه? إيه اللي ميزنا السنة دي واللي خالنا ناخد التلات بطولات? يعني انا شايف بصراحة ان احنا الحمد الله السنة دي كلنا التزمنا وبرضو احنا لعيبة كبيرة يعني لعيبة لراحت المنتخة فيه في ساتن الستة اللي بيلعبه في لعيبة كتير ر 한다 المنتخب. مين اللي راح منتخب حتى اللي مكملش مين بقى يعني في اكيد راح في التطبيق. يعني تقريبا مسلا خمسة من الستة اللي كان الستة او السبع اللي في الملعب كانوا في المنتخب. ما شاء الله. في منتخب ناشئين يعني حمزة وشريف ومحمد وانا هو. في ناس كتير يعني كانت راحت هناك. فدي برضو كان عامل كبير يعني ان احنا كنا فرقة. اه. هتحطينا في مواقف صعبة كتير فعرفنا نمر لما مسلا الدنيا بتقزم في الماتشات. بنعمل ايه. بنعرف اه يعني زي ما محمد قال وعبد الرحمن احنا كتير اوي كنا بنبقى هنخسر في الماتش وبنرجع في النتيجة يعني الحمد لله. ما شاء الله عليك. طيب. فاكر اندي احلى ماتشات لعب تاقي السنة دي. اه كان نهائي اللي هو ضد بترجيت نهائي كاس ونهائي الجمهورية ضد الزمال. طب نهائي بترجيت فاكر لعبت اقد ايه مثلا يعني لعبت وقت حطيت شكور قد ايه. يعني مش مش عارب صراحة كان اخر ماتش في الموسم بس يعني الحمد لله اه يعني. خدت وقت قدت كويس جدا. اه. 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 نهائي الجمهورية. طب حلو جدا. طب انت بترجع يعني في اكتر في مركز يعني زي عبد الرحمن ولا انت ثلاثات طول عمر. لا اه 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 بس اه كانت في فترة كاكت في الاول هتحول مركز اتنين بس يعني احسس ان انا في مركز ساعت عبقى احسن بطرح. طب السربات عم معاك عامل ايه بقى? يعني الحمد لله ما بصش عليك يا كابتن. ما بصش عليك بقى سرباته كويسة. اه مزبوط سرباتك كويسة اه. في اخر موسم كمان يعني الدنيا زبطة يمكن الكابتن يشهد يعني. فلوتر برضو. اه فلوتر. وبتوجهه صح على الكابتن بقولك عليه والدنيا كويسة. اه قدامك. اه. اه قدامك. اه. 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 حازم خبرة من لعبة خبرة عندنا. لا ما شاء الله وراسي وحس ان هو ليه شخصية في الملعب بصراح. يعني ما شاء الله كلهم. بسم الله. احنا مخصوزين طبعا بمجموعة اللعبة اللي موجودة معنا طبعا. احمد الله رب العالمين. طب حازم مثلا يا كابتن كم من اكتر توجهات اللي بتقوله له ايه مثلا في الملعب. لا قولي يا كابتن ما تكذب. احنا ما نتكلم يعني. اه حازم احنا بقى مع بعض ببقى اشارات على طول في اتجاهات الدرب بالزات اه. انه ينوع في اتجاهات الدرب. اه. اه. وهو حازم ممتاز في الحاجات دي انه بيخش ابتجاه فيها معين ويدرفك جهة تاني. اه. وحازم مميز في البلوك ما بيحتاجش. توجيه. ما بيحتاجش توجيه كبير في البلوك اللي انه بسم الله ما شاء الله. بقول لحدك من لعب الخبرة اللعب طول التعالم مع منتخب الناشئين. بس طبعا للأسف حصل له كذا اصابة بعدت شوية على المنتخب. حتى هو اول سنة كانش موجود معنا. فعلا. حازم جي متأخر. يعني حازم يعني يعطبع. طبع اللعب معنا نهائي جمهورية ونهائي كاسموس. حازم طول السنة طريبا كان في اصابة فبس احنا استنينا عليه واسبرنا عليه ان احنا عارفين انه عنده. كنيات وفبراته. اه بسم الله ما شاء الله. طب ايه اصابته كانت ايه اصابتك يا حاجة? كان اصابة اسمها بتقدر تندن هنا في الربة. بعادتني شوية عن الملعب يعني ما عارفش هلعب بالكاهرة. يعني كمان يعني مش الاسم بس كنت بتحس بقلم تحت الصبونة بس. اه مزبوط. وانت مكنش باهتم ببحور وكده. فالموضوع ده اصر برضو. فخدت وقت ازاي? هل يحتاجي تدخل جراحي بعد الشر? لا لا. الحمد لله كان كله عليك طبيعي. استويلت شوية صح? اه. انا اتجهت الكزا طريق فالموضوع في الاخر جاب الحمد لله يعني جلسات عليك طبيعا كتير. طب وانت دولتي الحمد لله ميفين? الحمد لله. ميفين الحمد لله سليم. ان شاء الله ربنا اكتب لك كل الخير. طب انت نفسك نفسك تحقيق يا حاجة. والله نفسي يعني الحمد ان شاء الله يعني اسفر بره علعب بره. دي دي حاجة بصراحة. انا اقرب تطلعك بردوات 19 سنة. هو ده السن اللي بتبدي دي بقى الاجنسي بص عليكو. اه. فانت عايز تخد التجربة. اه عايز بصراحة اجرب العب في اوروبا وفي المنطقة دي يعني. ان شاء الله تلعب. طب على ساعت لها فكرت ان انت تابع الفيديوهاتك. يعني لسه مش دلوقت. مش هشا شايف ان انا ان شاء الله بعدين يعني لما يكون مستوي كبدني وكفني. اتجه للمرحلة دي ان شاء الله. طب كابتن يمكن. يعني انا قلت في الانترو ان الفريد ده هو المستقبل القريب لنادي الان. ما شاء الله يعني مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين يقوموا فريد ده رجاء اولى الواحد. فالنهار ده ده المستقبل القريب اللي احنا يعني فيه. فهل فيه تنسيك بينك ومن حضرتك مع ميستر فرناندو. هل فيه تنسيك ما بين كابتن حمد الصافي وميستر فرناندو في مجموعة اللاعبة زي ندفع بهم على آآآ فترات مع الفريد اول. حصل ده اثناء المستقبل. من اول السنة فعلا فيه تنسيك بينه بين كابتن ميستر فرناندو وال والحلقة الوصل بينه وكابتن واي العيدي. ممتاز. وتقريبا يعني حمزة وشريف اغلى فترات السنة بيتمرانوا مع الدرجة الاولى... بيستر فرناندو جي وقت لعيبة رحت مع المنتخب بدأ يطلب لعيبتينة اتمرأ معاه اللي هو اناس و ابره احماد وabil которые اخد فرصة ان يتفرج على بقية الاعيبة كلها. نعم. ففعلا فيه تنسيك بيننا. وانا بالنسبة لي للاعيب اللي بيروحوا اتمرأ مع الدرجة الاولي ده مكسب. ليه بيرجع منافسة ومستوى لعيبة اولا. طبعا بيرجع في مستوى تاني خالص. طبعا. طبعا. اي لعيب من عندي بروح مرة مع الدرجة الاولى. اكيد هيستفيد. طب يا كابتن انا كنت قلت في اول حلقة ان الروح اللي مبين اللعيبة 80% من المدرب. طبعا. هل ده صح اللي انا قلت ده? والله احنا برضو قد الكريدت للاجهزة الفانية السابقة لان فعلا زي ما قال انس اللعيبة بتاعة النادي قليل متعودة على الفولس. ودي فعلا مزروعة في لعيبة النادي القليل من صورهم. من صورهم. دي حقيقة. طبعا المدرب يحط التطش الاخير. بس انا فعلا انا جاي انا عارف ان انا لعيبة اللي موجودة معايا. وفعلا تعرضنا لمواقف كتيرة خلال الموسم وماتشات كتيرة صعبة. وكان اصعب ماتش نهائي الكاس قدام بترجاتنا. بعد ما كسبنا الزمالك. يعني الحمدلله احنا علامنا الزمالك تلت مرات. الحمدلله كسبنا تلت مرات. ومش عايز اقول يعني ما كانش ماتشات صعبة. بس الحمدلله معين الزمالك فرقة كويس. انا بنسبالي كان الزمالك هو المنافس الاول لنا السنة دي. افنيا. بس الحمدلله ماتشات الزمالك كلها كانت كويس. لكن احنا في نهائي الكاس قدام بترجات. الفرقة ما كانش في افضل حالتها. كان في زروف معينة. ورغم كده الاولاد بسم الله ما شاء الله. كان عندهم ثقة في نفسهم. وقدروا يرجعوا. وزي ما قالنا ماتش كاس ممكن يهرب مننا في اي لاحظة على الحمدلله وبتوفيهم ربنا. قدرنا نرجع فيه ونكسب. ده يعني ده كان بالنسبة لنا اصعب ماتش. كابتن يعني برضو مين الجهاز اللي مع حددك? مين اللي عاونك? مين اللي ساعدك في الانجاز الكبير ده? احنا معنا جهاز كامل. آآ كابتن احمد شومان خصائي الاعداد البدني. عليه جزء كبير من. كل لعبة التهارة اللي كون بالكلاب على كابتن احمد شومان. بسم الله ما شاء الله. انا يعني اوصلت مرحلة احد اهدتك بتوصل محرام من الثقة انت ما بترجعش. لاننا لعيب تجاهزها في كل مراحل. في كل مراحل. لعيبة واقفة على رجليها. الحمدلله الاصابات قليلة. معنا الدكتور ايمن شبل بسم الله ما شاء الله بيتابع كل لعيبة المصابة. بنشوف بنحاول نرجع لعيبة المصابة. بنحاول نرجع لعيبة المصابة في كابتر رمضان طبعا الخبرة كابتر اليداريوم اللي معنا طبعا خبرة كبيرة كابتر رمضان جمعة. لكل بسم الله ما شاء الله كل طبعا مشارك في الانجاز. الحمدلله في النادي الاهلي منظومة. النادي الاهلي كل واحد عارف دروك. كل واحد بيساعد في الجزء المسؤول عنه. نعم. طيب اروح بقى الحتة شوية فانية كده. انت ليك اسم شهرة دي رحمل ايه بقى. وكان محمد ياسر قال لك اقول ما تكسبش. فقول بقى اسمك اسم الشهرة ايه او اسم الده. اقول انا عادي. اقول انا فكرة ما بديقش. هي كلمة عادية جدا. طبعين اسم شهرة. لا هي الفكرة كلها ان الاسم ده جي ان انا اصلا انا مش مكوير انا مكترب. انا من البحيرة. اقدع ناس. احب يا حب انا انا كنت بتمرن في مركز شباب في كارة الوفقية تمام. واول ما جيت جيت على اهلي عمتا. بسم الله ما شاء الله. مركز شباب. ايه بقى اسمه ايه? مركز شباب الوفقية. الوفقية. اه. كل التحية ليهم. اخرجوا العيب زي. الله بجد. كل التحية ليهم هناك يعني. وخليهم يشوفوا الفيديو. لا لهم اكيد بتفرجوا. كل التحية ليهم وكل التحية لأهلنا في البحيرة صراحة. ايه ربنا خليك. ماشي. انا اسم عائلتي عائلت أبو سعيد تعائلت؟ أبو سعيد أبو سعيد فأنا لما جيت كان يبودولي أبو السيد أبو السيد فكان في شخص معنا في الخمستاشر اسمه مازين ماجد فكنا بنجري في التراك شخص ولا لعيب؟ لعيب عمتا هو كان معنا في الفريق هو ماشي عمتا في السنة دي ما خلاص طال عليك الاسم أه والله انت خلصت علي عبد الرحمن إلا حصل ففي مرة كده بدل ما قولي أبو السيد قال لي سيكس باش خلصت فهو من هنا بقى الفرق كلها سمعت قال خلاص احنا نسمي سيكس انك تشافر الاسم على الوصول لكن محمد يسك اللي دور وانك تشافر الاسم لا لا فسعيدة قلت له هو سيكس خلاص نعمه كده أصلا خدته سيكس خلي بالك لا يسم تشكره بقى أنه ودي لك يعني اسم الشهرة ده بي لا ده الكبات ان كلهم دلوقتي بينو در يا سيكس او الله وكابتن خالي بقضو بنديله كده يعني هو سيكس انت مستلمو طب هو اسم مشهرته ايه بقى اياس ياسم بس يامو يامو لا مود عادل انا واحمد بس ماشي مودة ماشي واحمد اسم واحمد طزة طب وحازم لك اسم الشهر ايو ايو سياحل بعض كده لو طب حازم لا الحمد لله انت زي الحلم انت حازم 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 ايها انت بحسن انت انت اللي بقى عديت انت خلاص ده عادي والله يعني ايه فانت سيكس دي حاجة سيكس ده بمبنات الفرقة ليه بقى عديت ده عادي مش طبيعي ايه لازم اتعاد معان بس المتحدس كويس خلي باسم عمدني اه لا خلي المتحدس شافت عبيسه الروح دي حلوة يا كابتن الروح دي حلوة طبعا الحمد لله رب العمد وابقى مانا يا كابتن حداك الشخص هادي واضح ولا كابتن بتعصب عليك لا لا انا كابتن عليك طبعا 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 كابتن اه وادعب سلام الله مساء بالخير قال لنا جملة زمان المدرب بيعكس تصرفات ترسفات كلها بتانعكس على لعبين واللعبين بتابع صورة من عكس المدرب المدرب مهم اول لعيب لما يبص عليه لقى هادي يلاقي صورة معينة يعني مش شرط يكون هادي اوي ان هو يعني بس ما يلاقيش عتاب جامد ما يلاقيش زعيء خاصة دون نجوم لعيب اكبار الله هو اكبر دلوقتي بسم الله ما شاء الله طبعا 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 كنت قادر تتعامل معهم خلي بالك لما قلت الروح الروح مش بس نتيجة ان هم عايزين يكسبه الروح عدل طبعا من المدرب الروح حب اللعيبة تحبه وتخاف منه وتحترمه اللعيبة تحس المدرب سابورتلي يعني كنت وانا صغير لما بص على المدرب وانا غلطان ممكن وانا بعمل حاجة كويسة ماببصش عليه انما ببص عليه وانا غلطان ليه بشوف رد فارة صعيب فكل ده في الوقت اللي بيبقى فيه ضغوطة على المدير الفني فالروح بتيجي من هنا يا كابتن الحمد لله والله كابتن هايزين ما هو الأول توفية من عند ربنا الحمد لله رب العالمين وإحنا الحمد لله عد علينا يعني الناس علمونا كتير كتير قسامة كبيرة علمونا حاجة كتير أو الحمد لله ربا اتعلمنا ان احنا زي ما بنعاتب اللعيب تعلمنا نقول للعيب الإيجابيات أقول الإيجابيات أكتر ما بقول للسلبيات اللعيب يعني شوية ممكن ما بيتقبلش ان هو ينتقد كتير حتى أنا باعد أقول لهم أنا معاك مش علي دي الكلمة اللي بقول لها أنا بقول لك حاجة أنا معاك وانصلح ازاي لا يعني هنصلح إلا ما بنقول شوية أقول لك الغلط هنصلح ازاي هنتحسن ازاي فأنا بحاول لما أشاول على الغلط أشاول مرتين ثلاثة على الصح أقول برافو اثنين ثلاثة عشان برضو اللعيب يبقى عنده الثقة في نفسه يعني أقول لحظة الحمد لله احنا يعني كنا موفقين احنا عد علينا ناس كتير أوي الحمد لله اتعلمنا منهم كتير أوي فتدي الحمد لله رب العالم يا خل طب خلينا أسأل اللعيبة يعني قبل قبل ما نختم الفقرة دي هل الاسلوب ده مع المدير المفادي ما بيكون بيعمل اللعيب كأخه وكان دايما محسسه ان هو في ظهره انت بيفرق معك اللعب عبد الرحمن طبيعية يعني كابتين أنا كلما راح اتكلم معاه بأني بحس ان هو معايا مش ضدي تفرق معك تفرق جدا ببقى نازل متطمن مثلا ببقى متطمن اللي أنا لو نزلني في الملعب وغلط هلاقيه بجنبي اللي هو عادي تمام شدي حيلك نعوض في النقطة اللي بعدها لان فيه سكة بيننا فالموضوع يعني كان بيمشي بيننا كويس جدا وكان بيكلم معنا طبعا قبل كلما تش كنا بنوض مع بعض وبيقول لنا ما تقلقوش ويشد حول كوسكو في نفسكو دايما فالنفسية بيننا كانت كويسة يعني أكيد وديد يعني طب محمد رأيك ايه محمد هل لما بيكون المدير فني عصبي بيكون انت طبعا عندك خبرات انت بتتعامل مع المدير فني العصبي او المدير فني الهادي ولكن انت بالنسبة لك احسن المدير فني اللي واقف على الخط الهادي طبعا الهادي هدوء بره وان علينا ممكن تجيب اللي بعد كده لكن لو انت نظام احنا 23-23 واغلطت غلطة احنا وان كده كده زم ما حسيكو سأقول لك وإحنا كلنا نقول لنا ان احنا نبقى فيه معطول نبقى خسرانين فيها وكذا بنكسل تاني صحيح ده يبقى جاي من هدوء المدرب لكن لو احنا خسرانين وكذا مسلا بتعصب علينا وعمال بيزاعة ومسلا بيقول لنا اي حاجة انت بقى صعب ان احنا نرجع تاني دعيب بيفقي التركيز وانت لكون شوية زعيق كل ما ينمسكور اعمل كذا في زعيق لكن الهدوء ده اللي خلينا نحنا بعد واخنا كده نخسرين حرف نكسب تاني ووجهك بس هوجهك باسلوب انت تتقبله ما يوتركش بزيادة نعم ما كان انت يعني في الملعب ايا كان اسمه مع العصبية على الخط ممكن تتوتر ويمكن موضوع ده اكتر حازم بيباني مع السنتر بلوك اللي ايه السنتر بلوك هو اسمه بلوك هو ادفاع في رقيتنا هو اساس الحقة الصد في رقيتنا فالنهارده ممكن يكون فيه اوقات كتيرة جدا دايما اصلا ما فيش هجوم من ناحية تلا ما يكون انت فيه واقف نقطة معرفة هل لما بتلاقي المدير فاني برا حاسس بيك فاهم اللي بتعمله بيوجهك حتى بعين وبهدوء ده بيفرق معك اللعب طبعا اه اكيد لما يكون مدرب هادي ومهدي اللي عيبة في الملعب زي ما يسير قال بردوس عاد بنبقى في وقت فيه ازمة في الملعب بالنسبة للسكور وكده نبقى اروح للكابتان اسأله على حاجات فنية في الملعب بيقول هل يبيهدوء وكده بدلا ما يعني فيه مدربين كتير بيطلعوا يتوتروا في الاوقات دي ويعودوا يزعقوا وكده فالدنيا بتبقى صعبة بتوتر العيبة اللي في الملعب يعني اقول لك الحاجة حاسب فيه مدير فني بدون ذكر قسامي يعني في لعبة ما معروف بعصبيته على الخط جدا جدا يعني اكيد الجمهور هو انا بتكلم معكد وعرف اه اه بدون ذكر قسامي يعني اه بدون ذكر قسامي عصب جدا وبيعود انا اسف يعني يزعق في اللعبة جابت وكتاعه ولعبة على الدرجة أولى فاسمعتوا في مرة بيتكلم قال لهم لا هم مجوش اللي كده فالحقيقة كلمة يعني توقفت عنها عندها جدا ما بيجوش غير كده لا هم ييجوا بال كابتر خالد على الخط الحكام الاجانب كلها كده مش حد بيبقى واقف برا هو عندي مشكلة في الاداء ممكن تيوجيه ما كانش طلعني عادني على البنش يعني مجد اختيار قابت الحمد الصافي ويمكن حقيقة تاني مرة تكون معايا هنا لمست ده وانا يعني الحقيقة من كتر ما بشوف بيبقى ليا واجهة نظر اتصور انها بعض الاوقات بيكون صح اختيار قابت الحمد الصافي اختيار قابت الحمد الصافي كانت محل ليك شكرك شكرك يعني أثبت ده وكنت على قادر المسؤولية شكرك 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 عبد الرحمن باشا ما تزعي شكرك شكرك خلاص انت بص البحار هيستميه انت حار انت اللي قلت بشهده نورتين وشرفتين عبد الرحمن اتمنى لكل التوفيق في أي مركز تلعبه ان شاء الله هتتتعلق بإيسنا ربناك نورتين وشرفتين ضيفي محمد ياسر العزيز اللي دايما من ينوري نورتين وشرفتين حبيب بحكتك الحلوة وبسلوبك وبأداءك دايما نتمنى لكل التوفيق نورتين حبيب حازم أول مرة الجيني النهاردة بس أنا سعيد بك جدا حازم هاب ومعكر الله وهنتبعك ونتظر منك ان شاء الله كتير ودايما اتطمن على ربتك ما بقاش فيه أي حاجة ان شاء الله يا رب ان شاء الله عزيزي المشاهدين عرفناكم النهاردة بفريق الشباب في الكرة الطائرة ولاد ما شاء الله وعلى فكرة فيه مجموعة أكبر النهاردة كان معنا ست لعبين أو سبع لعبين والمدير الفني ولكن فيه أكتر وفيه لعيبة كمان ما قدتش تبقى بوجودة النهاردة لزروفها ولكن ده الجيل اللي ان شاء الله المستقبل القريب للكرة الطائرة بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وحسن بطبعه وإلى حلقة جديدة مع الأبطاء